سلامة حبائب ليس جمهور برشلونة لسي بيدري ومين هو الأنسب بعد كارلو أنشلوتي هو السؤال المعتاد لكن هاي المرة هنحاول نفصل فيه أكتر وهل تشيلسي عرفان شو عم يهبود وماذا عم مانشستر يونيتد وكمشة آراء مني مثيرة للجدل وفوقهم كمشة أسئلة حتى نوصل لقرابط 18 سؤال بحلقتكم الأسبوعية اسألني وبدون أي مطمط عزيزي إذا أول مرة بشيتني على اليوتيوب فهي حلقة الأسئلة الأسبوعية اسألني وهي مبنية على أسئلة المتابعين فلهيك لا تكتب لي أن الحلقة طويلة ومن هذا الكلام الحلقة مقسمة بصندوق لست لكن يفضل لأنك كل راية وإذا كان وقت صلاة أو عبادة أو عندك شيء مع أهلك فروح كمله وتابع هذا الفيديو فقط على رواء ولما يكون ما عندك أي التزام وتعا نشوف شو صير مع أسئلة إنستجرام من إنستجرام معنا شوية أسئلة أولهن أخونا اللي بيسألني تحياتي لك أبو عمر أنا مشجع مدريدي لكن أريد أن أعرف ما هي قصة يوفينتوس عندما خصموا لهم نقاط وغرامي وألف قصة سؤالي بسيط لكن أتمنى أن تقرأ سؤالي بحب أعرف عن كرة القدم أكتر متابعك محمد بن حلب كل التوفيق تحياتي يا محمد تحياك الله يا صديقي شوف موضوع يوفينتوس شوي بدو شرح مطول لكن خليني اختصر لك بكل بساطة باللي حصل هن عملوا تضخيم لمكاسب رأس المال مخالفة اسمها قانونا تضخيم لمكاسب رأس المال شو يعني أنا كانت تجيني أموال فأسجلها عندي بالدفاتر برقم أكبر أو أنه أنا بالأحرى أعطقي من الشيء أكبر من المنطقي مثل مثلا صفقة بيانيتش وأرثور لما عملوا هاي المبادلة هو برشلونة تبادلوا وسجلوا هادة بستين وهادة بسبعين طيب أوكي بس اللاعبين بوقتها ما بيسوه هذا المبلغ لكن كان الموضوع لتضخيم مكاسب رأس المال بس بكل بساطة أنه أنا اشتريت غراض أو باعت غراض مثلا بيسوه هو قرابة اثنين يورو فأنا سجلته بخمسة يورو لنشوف أنا باعته بخمسة يورو يا معلم هو عمليا بيسوه اثنين وانت باعته بخمسة مظبوط باعته بخمسة لكن تعال لأحكي لك هو ما بيسوه هذا المبلغ طبعا هذا الموضوع ما حد أقل له عنده ولا حد بيقدر يدقيق عليه لما بيكون الموضوع متعلق باللعبين المحترفين الدوليين مثل آرثر وكذلك بيانيتش لكن اسلامت خيرك يا كبير كان عندهم قرابة أ أربعين مخالفة بلاعبين أصغر سنة مواهب بلاعبين من الفريق الثاني وكذا ومن هذا الكلام فكان هون ما في مجال أمام اليويفا وأمام الاتحاد الإيطالي لأنه يحكي لهم وقفوا بس لهون وبس بكفي يعني تعالي أحكي لك أنت زال ما عم تضحك علينا عم تكبر مكاسبك بشكل كبير طيب ليش كان عم يعمل هيك هذا رئيس النادي أو ملاك النادي عمليا هو مو رئيس النادي هنا ملاك لأنه يوفينتوس هو نادي شركة مساهمة شركة مطروحة بالبورصة بكل بساطة عشان يحافظ على قيمة هاي الأسهم قيمة هاي الشركة وحتى ما تنحدر ما تتراجع على الخلف فبالنهاية انمسك بكل بساطة هل الآن هل هذا الموضوع مخالفة كروية إلى علاقة بكرة القدم ولا واحد بالمية فإضا هل عقب يوفينتوس كرويا ظلم مليار بالمية مو لأني مشجل لليوفينتوس لكن هو عقب ظلما قولا واحدا مثل اللي بيحصل اليوم مع برشرا وقضية نقريرا أنت بتشتسمع كلام حكام لكن شرحتها مرة مسبقا بفيديو يحتاج نصف ساعة فلاحد يحكي لي أنت عم تهب شرحت لمدة نصف ساعة كاملة قبل سنة تقريبا شو هي قضية نقريرا وأنه ما لا علاقة بالملعب عمليا مع أنه فيها حكام لكن بالنهاية قد تثبت أنه إذانتهم وقد يعاقبوا مع أنه الموضوع ما له علاقة بكرة القدم بأرض الملعب هون في فرق كبير أحباء الكرام فمنرجو على يوفينتوس هو خالف نعم لكن خالف قانونا بالاقتصاد هو ما خالف على أرض الملعب لكن هني عاقبوا كرويا ليش الله أعلم ربما يكون موضوع له علاقات ومحسوبيات مشان موضوع قضية السيبر ليج اللي كان ح حابب يعملها هو وريال مدريدو برشلانا مثلا منعرف كونه هني تقريبا كانوا أصحاب الفكر الأوائل خلينا نحكي يعني فربما لهذا الشيء الله أعلم فهل يوفي أخطأ نعم أخطأ ولكن هذا الموضوع ما بيتعلق بالرياضة هني عاقبوا رياضة وكذلك إيقاف للرؤساء وكل شيء يعني أنت عم تقول لي أنت مدريدي تخيل حالك تنام تصحى فجأة تلاقي بيريز موقوف عن العمل وممنوع يزاول أي مهنة لمدة سنتين وينحبس كده الكادر تأخو الساعة خلسان جيز طار ج مثلا ما نصفي حدا ما نصفي حدا بالفريق أبدا فجأة هيك الكل توقف فجأة وانت حتكونهم مصدوم بمعنى الكلمة فهي القصة تقريبا حاولت لملم لكيها قدر الإمكان لكن الموضوع فيه شوية تفاصيل وأعمق نوعا ما بس هذا الخط العريض صدقني بك في مية بالمية لتفهم شو اللي حصل تضخيم لمكاسب رأس المال أما زمرو العند كريم فبيقلي رأيك ما سبب تمييز التعليق العربي عن التعليق الأجنبي بحيث بتشوف أن التعليق الأجنبي ممل جدا والمعلق لا يتحمس مع المبار عكس المعلق العربي اللي بيتكلم طوال المبارات ويحمس المشاهد تحياتي يا صديقي كريم والله أنا أخدت سؤالك لحتى خالفك مل حتى وافقك لأ الانت فورا افترضت افتيراض بأن التعليق العربي مميز وبتسألني لماذا التعليق عربي مميز لأ هو مميز بالنسبة لك إذن هاي الفكرة فهوم فيه نقطة لازم نحط نقاط على الحروف حلو هاي فيه نقطة ولازم نحط النقاط على الحروف وهي انه اللي بده يقول أنه لماذا التعليق العربي أفضل أو أميز من التعليق الأ اجنبي فهو لازم يكون ولد مرتين. ولد. بالحياة مرتين. مرة كعربي و مرة كنجليزي. معاش الثقافتين. الشخصيتين. شخصية انجليزية. وشخصية عربية. او اجنبية او فرنسية او اسبانية او ارجنتينية. ايا كان بغض النظر. حتى يعرف الانطباع. ليش? لانو انت انطباعك عن التعليق الانجليزي. انت ما اكفاهمه. ما اكعيش الثقافة بحد ذاتها. فهون في فرق كبير. انت ما تستوعب التعليق الانجليزي مثل ما الانجليزي بيستوعبوه او الاسباني مثل ما الاسباني بيستوعبوه او الارجنتيني الى اخره كما هنه بيتابعوا تعليقنا هنه مو فهمانين شي يعني بيظل حقيقة انه في واحد عمعيط يعني التعليق العربي مين هاد العمعيط شوفي عياط 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 مثلا هيك هنه بيشوفوه بنظره فعلا الموضوع صدقني اسف يعني بس هي لوجهة النظر بالاساس مبنية خطأ لكن هون في جزئية انه الموضوع بيرجع اذواق قال انا بنحكي بطبيعة عامة اتفقنا الان انه لا يمكن الحكم بالاساس لانه بالاساس لا يمكن انه انسان يولد مرتين فهو يكون حامل هالثقافتين حامل الشخصية الاجنبية والشخصية العربية لا يمكن في فرق كبير بيننا وبينهم على فكر فرق شاسع ثاني شي عندنا نحنا بالمدارس العربية فيه تعدد نوعا ما والمدارس الاجنبية نوعا ما فيه تعدد الانجليزية اللي هي بتشبه مدرسة اللي مأخود منها السورية تعليق السورية ايام زمان مدارسها بهدوء فهي مدرسة انجليزية هي تقريبا تعتبر اقوى مدرسة وموجودة لحد اليوم لحد هي اللحظة اللي انا بصور لك فيها موجودة وهي اقوى مدرسة تقريبا بالعالم كونه فيها محلل ومعلق في ذات الوقت لا يفعل مباراة مباشرة هاي كانت موجودة عندنا نحنا بسوريا مثلا في المدرسة التانية اللي هي الحماسية نوعا ما ففي ناس بتحب هذا في ناس بتحب هذا بالنهاية نحنا كم متابع لكرة القدم بالعالم مليار يوجد مليار رأي صدقني فلا يوجد شيء اسمه اميز او لا كل واحد له ذوقه ورأيه فمثلا انا واحد من الناس انا بحب انواع التعليق مثلا انا ما بكون في مباراة ارسنال فانا بحب العيد الروس هيك اخي انا بطرب طرب بجوز لانه هو بيميل كتير لارسنال بجوز فبيضل عم يعيد جمال الارسنال وسيعود وسوف كذا وانا الارسنال وهذا كبرياء مثلا من هاد الكلام بحب خليه اللي بلوشي كتير بحب الشوالي كونه عنده عمق ثقافي رهيب مجنون مجنون لأبعد درجة لكن احيانا بيكون في مباراة انا حابب ااخد افكار تحليلية منها وركز معاها اتمنى دوقتا انه يكون في معلق هادئ ويفضل يكون علي محمد علي لانه هو بيساعد كتير علي محمد علي رائع جدا بتفكيك المباراة مع انه انا دائما مؤمن انه لا يمكن تحليل مباراة مباشرة وحتى يعني هناك محاولات ليفهم خطوط عريضة ولا حتى بعد المباراة بيساعد لا يمكنك تحليل المباراة لكن بفهم اكتر فلما يكون التعليق ضايج بيشتتني نوعا ما من تركيزي وبيخرجني وتاني شيء المعلقين الحماسيين بيتهوروا جدا بالاحكام فبيعطيك معلومات مغلوطة عن احداث المباراة بحد ذاتها بيعطيك تاريخ حلو بس احداث المباراة تابت عن هذا الموضوع حتى على فيسبوك وحتى بالفيديو اللي بعد المباراة تكلمت كذلك عن هذا الموضوع فهذا جوابي يا صديقي اما السؤال اللي بعده فبيقلي تحياتي يا أبو عمر على الاغلب رح يكون هذا الموسم الثاني لانشلوكي مع ريال مدريد من الافضل ليقود المجموعة كلوب، ألونسو، سكالوني او برأيك في افضل منها الاسماء لقيادة الملكي تحياتي اخي تيم اضمن الاسم تاي تحياتي يا صديقي شوف الموضوع موضوع مين مدرب ريال مدريد القادم هذا الموضوع دائما دائما سيبقى يكرر أول شي أنا عندي تعليق على هذا الأمر عندي الآن وجهة نظري بعيدا عن جوابي لسؤالك ليه بكل سوق بكل سوق انتقالات بكل حلقة أسئلة أسبوعية كل على فكرة أنا فيها عندي قرابة مئة تعليق بدون مبالغة قرابة الأربعين عليهم ع وسائل تواصل الاجتماعي كلها من خليفة أنشلوتي وكأنه أنشلوتي الآن اليوم يقدم أداء سيئ وريال مدريد انتهى الموسم وهو موسم صفري وسيخرج نفس الكلام حصل لموسم الماضي اللي انتهى لأنه كان ريال مدريد بطل دوري أبطال أربع فأنا الآن فكرتنا عن نفسي ليش جمهور ريال مدريد كل أسبوع نفس السؤال دائما فأعدت لك حط نفسي مكانه أنا فهمت شو الفكرة فكرة ببساطة أن الجمهور بدون مبالغة وصل لمرحلة من الرفاهية وهون أنا ما بمزح أو شي عن جد له خلاص بطولات 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 بس وصل لمرحلة أنا بحكي الآن لسان حال الجمهور المدريدي بدأت أفهم استوعب الفكرة أكتر أخي أنا بدي كرت قدم ممتعة أنا بدأت أفهم قصدهم بغض النظر فكرة ممتعة هي فكرة نسبية أنا عندي بتعني شيء وأنت عندك بتعني شيء وهو عنده بيعني شيء أنا الآن لحد الآن بعلق ما جوابتك على سؤالك طبعا فهن بدون كرت قدم ممتعة لهي اللي فيه كونه بتشوف الناس كلا بتحكي والله يورجون كلوب سابقا غوارديولا حاليا ميكل أرتيتا فيه كلام عن تشابي ألونسو بس بكير كتير شافي كتير بتشابي ألونسو كتير بكير عليه والله أرني سلوت والله اسلوب ماريسكا اسلوب كذا تياغو موتا من هات فبلشت أفهم القصة أنه أي والله حط حالك ما كانوا بالنهاية يعني بمظره هو كمشجع مو كل شيء بطولات يعني مع أنه لأليك البطولات أهم شيء بكرة القدم على فكرة يعني بالنهاية هي مهمة جدا بكرة القدم بكل تأكيد فبدأت استوعب هنا كيف يفكره أنه والله أنا بدي كرة قدم ممتعة وتخيل يعني عم يفكره فورا ما بعد هذا المدرب اللي هو 90% حيجيب لهم دوري أبطال دائما فبلشت استوعب بالفكرة أنا 100% بلشت استوعبها فشوف صديقي هون بننتقل لجواب السؤال مين أنسب صديقي بتعرف أنه فيه شيء اسمه قبل مين أنسب شو بتفكر إدارة ريال مدريد هي الإدارة نفسها شو بتفكر كيف يعني شوف صديقي بهالكم يوم هتنزل حلقة اسم ريال مدريد كيف بني هذا الهيكل أنا حكيت لكم عنه قبل قرابة أسبوع إن شاء الله تعالى صورتها وجاهزة فقط بدأ مونتاج بدأ شوية يعني كونه هي طويلة نوعا ما الحلقة بدأ شوية التعب يعني بكل الأحوال الفكرة هي بتشرح لك أنت لما حتقرأ آخر أو حتسمع آخر جزء حتعرف كيف إدارة ريال مدريد شغالة بالأساس فالفكرة شو إدارة ريال مدريد بدأ هي شو إدارة ريال مدريد بدأ وهون بتعرف تتنبأ بالأسماء بشكل أصح يعني مثلا لما تعرف إدارة ريال مدريد هي كيف بتفكر بالأساس وكيف ماشي نظام ريال مدريد بالأساس داخليا بتقدر توضع أسماء منطقية يعني مثلا بتصير فعلا مو منطقي إنك تحكي لي والله هل ممكن نجلب ميكل أرتيتا هل ممكن نجلب قوارديولا أنا الآن بضرب أسماء متطرفة بس حتى وصل الفكرة هل ممكن نجلوب تياغو موتا بيصير المنطقي إنك ما تطرح هذا السؤال لأنه أنت فاهم كيف ريال مدريد من الداخل شغال فبتصير تعرف هنه كيف يفكره فبتصير تتنبأ بالأسماء اللي هنه ممكن يفكره فيها فبتصير تختار على هذا الأساس فالآن بنروح لأنه شو الأسماء اللي طرحت عنتي كلوب ألونسو سكالوني أو برأيك في أفضل من هالأسماء من ضمن هذول كلهم شوف صديقي إذا ريت ريال مدريد بدأ شخص يرضى بالموجود يعني شو يعني يرضى بالموجود مو يعني إنه نحن شحادين وما معنا ويلا بدأك ترضى لا 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 هذا السكواد تعال دربه هذا الفريق تعال دربه إحنا اللي نجلو بالصفقات أنت ما لك علاقة بدون هيت كوتش وليس مانيجار مانيجار اللي هو يعتبر مدير فني اسمه مدير فني ما بحكي مدير ريالي أحبب أن مدير فني يعني مثل دياغو سميوني بأتلاتيكو مدريد هو بيتحكم بكل شيء السير أليكس فيرغسون أيام زمان آرسن فينجر أيام زمان حاليا ميكل أرتيتا غوارديولا هذول هني ما في غيرهم تقريبا مانيجار البقية كل اللياتهم هيت كوتش يعتبروا تمام عشان نفرق حتى المدرب له تصنيفين هو شو وظيفته بالنادي فهوني بده هيت كوتش فقط لا غير لا غير بمعنى الكلمة الآن من ضمن هدول مين هيت كوتش بيناتهم اللي منعرفه نحنا يورجون كلوب هيت كوتش نوعا ما آه أوكي مانيجر هو كان كان مانيجر بليفربول نعم كان له دور كتير بانتقالات لكن بالمقابل ما كانت تتلبك لطلباته فممكن هذا الشيء ثانيا اسلوبه هل يبتناسب مع انه فقط الموجود أوك إيه ولا إيه ولا ممكن يعني ممكن هذا الشيء لكن الموضوع مو بهاي السهودة اللي ممكن تتخيلها أبدا 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 ليش لأنه ممكن يكون الاستوب اللي بده يطبقه موقف على صفقة وما يجلب له ياها ريال مدريد أوكي ما بمشي الحال ما بمشي الحال خلص ما بمشي الحال يعني في صفقة أنا بديها المركز بالمواصفات الفلانية بديها بطمع بريال مدريد ما في هذا الشيء ما في وشفنا زين الدينزادان كان ناوي يعمل تفضيع بريال مدريد هو فضع وصل لليفل حلو بكرة القدم لكن كان ناوي يعمل شغلات أكتر في أسماء لا يعني لا يعني لا أبرزن كان طبعا بول بوكبا مثلا من الزكار مثلا كان في شيء بده يعمله هو بالملعب شيء حلو يعني يعني الأقرب نوعا ما كلوب ألونسو لحد الآن نحن متعرف على الطريقة اللي بلعب فيها ألونسو بيظل يغير دائما كل الموسم بيغير كل الموسم بيغير تقريبا أو كل سيدة أشهر هو مرن جدا مرن جدا مع المتغيرات فبيحاول يغير قدر الإمكان لحد الآن ما نفهم مية بالمية شو العلاقة بينه وبين إدارة لفركوزم يعني أنا مع أني جدا متعمق على فكرة بس ما نفهم الفكرة هل هو مسيطر مية بالمية ولا لا كيف أسكلوني أسكلوني مدرب منتخبات نوعا ما بيخوف الموضوع يعني تشعر النظرة مختلفة له لكن أسكلوني هو مدرب منتخب فهو كمان بيشتغل بالموجود بس عنده خيارات كتيرة أوكي يعني كأرجنتين عندهم سبعين لاعب حول العالم تقريبا دوليين فهو بيختار منهم 12 أو 11 أو 15 حتى يكمل سكواد نوعا ما فأوكي فيها وما فيها لكن أنا وجهة نظري مبدئيا مبدئيا إذا كان حصرا تحصرني بهالأسماء بحكي لك كلوب نوعا ما كلوبها نوعا ما يعني هذا الجواب ممكن يتغير بالمستقبل يعني ممكن تسألني بعد شهرين أغيره إيه عادي على فكرة نحن متغيرين دائما بحسب الظروف بحسب فهمي لواقع كل واحد منهم بالمستقبل فلهيك أنا بقول للناس دائما بكرة القناة ما فيه ثوابت شباب يعني أنا بجاوبك اليوم بسألني بعد شهر وممكن جاوبك جواب مختلف عادي جواب مختلف يقول لأني بهبود لأني ممكن تعلمت شيء أكثر أو وصلت لمعلومة أكبر لكن حاليا إذا رحل أنشلوتي بداك مدرب بيقبل أنه يمشي الفريق بحسب ما هو موجود فقط وما يطلب أبدا ما يطلب أبدا ما فيه ولا واحد تقريبا بين هدول ما بيطلب أبدا لكن نوعا ما كلوب إتس أوكي يعني بس ألونسو كمان بيصرع على صفقات على فكرة يعني حتى ألونسو بيصرع على صفقات نوعا ما فكلوب تقريبا نوعا ما هو الأقرب وفي الكلامي كلام كتير يا صديقي لسه أما إذا نروح على فيسبوك فأول سؤال من نور برسا أو أم نور برسا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام كيفك نسيين الحمد لله من أول ما سمعنا اسم فلك كمدرب لبرشلونة ما ضل صحفي أو يوتيوبر أو محلل أو حتى جمهور برشلونة صاروا يتساءلوا هل رح يلاعب بيدري وهل يستطيع بيدري أن يصمد أمام تكتيك فلك بالضغط العالي وما إلى ذلك نسي أن الموهبة الأفضل من أبناء جيلو الآن بيدري من أهم ركائز الفريق وأكثر من استعاد الكرة غير تنظيم اللعب والتمريرات وجذب الخصم لتفريغ الزملاء وإلى آخره مع أنه عائد من إصابة ومجهز 100% السؤال هل نسي جمهور برشلونة والأهم جمهور جمهور كرة القدم عفوا والأهم جمهور برشلونة من هو بيدري أن هناك أسباب أخرى عفوا للإطالة وشكرا تحياتي يا صديقي ببساطة صديقي بيكون ردة الفعل طبيعية لأنه في فارق كتير بين ما يحدث في كرة القدم وبين نحن تصورنا فارق كبير جدا جايك هل بعد شوية في سؤال مثير الجدل خليك معي يعني في فارق شاسع جدا بين ما يحدث في كرة القدم واللي بنتكلم ونحن هنا بين بعضنا وحتى على الصحافة وحتى الجمهور وكذا فارق شاسع يعني كرة القدم في وادي واللي بنحكي نحن في وادي تماما مختلف نوعا ما نوعا ما تقريبا نوعا ما يعني 90% على فكرة بصراحة لهي الدرجة يعني فالفكرة انه نحن نظرتنا دائما مو أنا ما رحكي لك عني أنا الناس اللي حكيت هات الكلام هي نظرة سطحية للأمور والله بيدري أوكي شاب نعوم يا سلام وفليك هذي اللي عامل هيك على طول عن جد كأن الموضوع هيك كأنه نحن عادين بالحارة يعني لأ الموضوع مو هيك أبدا انظر لقدرات اللاعب وانظر شو بده فليك فعليا 100% وشوف هل هذا البيدري بيخدم الأسطوب نعم بيخدم الأسطوب بكل تأكيد بكل تأكيد بيخدم مليار بالمية يعني بس لا الناس تظهروا مباشرة لهذا اللعب العنيف كلمة عنيف فأنه لا هذا نعلم ما بيشتغل كذا لا هو أسطوبه كمنظومة كلها بتضغط بشكل عنيف لك انه منازلين حارب ومنازلين حاملين عصيب النهائي لا هو أسطوب كرت قدم عنيف بس كل بساطة هل بيدري قادر يسوي هذا الشيء بيدري اللعب يلعب مع برشلون ومنتخب الإسباني والمنتخب الأولمبي وحقق الميداليات مع كل هدول ما بيقدر لعب مع فليك بيقدر ومية كمان فبكل بساطة الجواب هو السطحية يا صديقي ولزيدك من الشعر بيت صديقي حتى يعني ممكن أنا أوقع بهي الأخطاء أحيانا عادي كلا ياتنا بشر بس لازم قدر إن كان نحاول نكون منطقيين وعرفاني قبل ما نحكي أنا حازس هالحلقة كلها علقاتها طوله بالك أما السؤال بعده من أبو رمزي فبيئي اللي يعطيك العافية كابتن النقاق أبو رمزي حياك الله صديقي الصفاءات اللي قام بها إيرك تنهاك سيئة للغاية لا أعلم إذا كان ذلك خطأ أو خطأ الإدارة يعني خطأ منشستر رونياتيد لكن لكن نلعب دور في ذلك أنظر إلى عدد اللاعبين الذين أراد التعاقد معهم ولم يرتقوا للمستوى المتوقع ما الحل تحياتي صديق أبو رمزي شوف بالنسبة لفكرة مانشستر رونياتيد وشو اللي صاير معه لحد الآن هلأ مانشستر رونياتيد عمل صفقات مزراوي إيرك تنهاك مين إيرك تنهاك مزراوي باتياز زي الأخت مانويلو قارتي ما لعب لحد الآن ما نضمضى الفريق زيركيزي حسن مباراة وظهر بمباراة ثانية بأداء متوسط نوعا ما فخلينا نحكي أنه هذا الكلام مستعجل أوكي يعني ما ظهرت بالمستوى هذا الكلام مستعجل نوعا ما لكن هو أخطأ جدا بآخر مباراة والمشكلة أنه هو واجه ليفربول اللي أنا انصدمت بأداءه يعني أنا أنا سري مشاجعين ليفربول انصدموا بأداء ليفربول يعني كمان الأداء اللي أداء ليفربول صائقة كان صائقة صائقة يعني هو بيهد أي فريق لكن إيرك تنهاك نفسه وما نمحضر بشكل جيد كان للمباراة فالفكرة بإيرك تنهاك أنه عن جد ما نمحضر وهو واثق زيادة عن اللزوم بنفسه أنا عن فكرة بحب إيرك تنهاك أنا بحبه أيام آيكس بشكل لا يصدق لكن أنا بحبك لا يعني أني أنا بوقف بصفك هاي فكرة أنا مؤخي ابن عميك أنا ما بأعمل فيه أنا بفهم شغلي أنا بحكي منطق بحبك أوكي غلطت أنت غلطت ما في بداوي معلم دغري هيك عينك عينك أنا دج فورا يعني فإيرك تنهاك اليوم اللي بيعملوا هابد اللي بيعملوا اليوم هابد متراقب هيك عادي شو عم تشتغل أنت جبنا صفقات الأمور ممتازة الأمور تمام أوكي تمام عضو أول فترتين توقف دولي يعني يعطوه ربع الموسم تقريبا خلينا نشوف شو بدي يطلع معه ما طلع معه الله معك بسيطة يعني بالنسبة لإدارة مانشستر رونياتد الآن المشروع عمره شهر الآن بدأ فهو يعتبر مدرب جديد معهم خلينا نشوفه بل يظل يهبط يظل عن يحكيني والله أنه أنا حققت بطولتين بتواجده فأنا الثاني بعد مانشستر سيتي بالأهمية حاليا إلا أطول بالك أنت عم تهبط حاليا وتجي بعد آخر مباراة تحكي والله آه أنه نعم كان الوسط سيئ يعني عم تعطي على كازيميرو كمان كازيميرو أسوأ داعب بالمباراة نعم بس المدرب يحكي هاد اسمه هابد يعني هاد اسمه حكي ولاد بالشارع ما بصير أن المدرب يحكي هاد الحكي وعطيت على دالوت كمان أنه دالوت كان سيئ فالمشكلة مشكلة مدرب يعني الآن بحكي لك الآن المشكلة يعني ما حصل خلال أول الثلاث جولات هي مشكلة مدرب لكن هاد ما بيعني أنه يلا خلص مش شو لا لكن أنا شرحت الوضع حاليا ربما يعمل ردد فعل ويفهم وينزل على الأرض ستوعب يا أرك تنهاج وإلا ما بتوقع أنك حتكون موجود بالبريمير ليج وما بتوقع أنك تشمو بعد الآن لأنه هي العقلية ما بتشتغل بالبريمير ليج أبدا بتكون أتقل من هيك بمراحل وبالنسبة للصفقات بس لسه بده نوقت لسه لسه بده نوقت كمان يعني لسه عندك جوشواء زيركيزي ما شفنا خير ومشاره ثلاث مباريات عمليا ومانويل أوغارتي لسه ما لعب يعني لسه ما نزل بالأساس وما نضمن المجموعة لسه مطول حتى ينضمن المجموعة مانويل أوغارتي هو أبديت لخط الوسط حيفرق كتير خط الوسط منطقيا إلا إذا تنهاج ناوي هبدو شي هبدو يكرهني حتى باللعب أنا أكتر صفقة حبة بهالموسم بالبريمير ليج أمادو أونانا كالافيوري وأوغارتي دولة الصفقات أنا مغرب فيهم بمعنى الكلمة أما السؤال اللي بعده من أسئل فيسبوك فهو من زياد بإلي أخي ناسيم لماذا دائما بعض اللاعبين لا ينجحوا إلا كبودلاء كحال إبراهيم دياز أراها أفضل بديل رأيته في الخمس سنوات الأخيرة يصبح لاعب سوبرستار أما كأساسي لا يقدم خمسين بالمئة من مستواه أم تراه كصانع ألعاب وراء المهاجمين في حال مشاركته كأساسي تحياتي صديق زياد وجهة نظري شخصية عن الموضوع شوف أول شي خلينا نجاوب ليش عن جد هو لما بيكون بديل بينجح هذا الموضوع قبل السنة تقريبا جوابت على نفس السؤال الفكرة أنه عاملين مقلهم ثالث هنه عاملين مقلهم ثالث الأول اللاعب نفسه لأنه بيكون جالس على المدرجات على المدرجات على البنش يعني وبيراقب اللعبة فهو بيشاهد رقعة الشطرنج من الخارج كيف أنت لما بيكون أصدقائك بيلعبوا شطرنج فبتحكي له ليش ما لعبت هاي هو مركز يعني هو كأنه داخل الأرقعة فما أنه مركز مية بالمية أما أنت من برا قاعد ما عم تلعب فبتحكي له ليش ما سويت كذا أو لما بيكونوا عم يلعب ورق أصدقائك مثلا هاي مجرد مثال نفس الشيء هو قاعد من برا هو شايف كل شيء أمامه شايف أخطاء فريقه وأخطاء الخصم نقاط ضعف فريقه ونقاط ضعف الخصم شايف كل شيء هو مثل ومثل المدرب جالس بالخارج ما علي أي ضغوط جالس فلما ينزل هو مستوعب كل لعبة من الخارج بشهادة كأنه بلايستيشن من برا أظن واصل الفكرة يعني نظرته غير نظرة اللي حينزل هو بداله هو مستوعب شو كان عن يحصل من برا أظن واصل الفكرة العامل الثاني هو عامل الخصم أنه الخصم بيكون وقع بدنيا غالبا ما في مجال المقارنة بين لعب نزل الآن وبين لعب صار له مثلا 60 دقيقة بيلعب طارق رهيب لما بنحكي باللفل الاحترافي مستحيل مهما كان الفريق قوي فيكون وقع بدنيا مهما كان يعني مهما كان فهو ليس ذات الفريق اللي بدأ المباراة مستحيل هذا الشيء فالموضوع هو عاملين مع بعض هل أمروا لنقطة ثانية صنع ألعاب وراء المهاجمين في حال مشاركته كأساسي والله الموضوع بيعتمد على حسب المباراة يعني لو أنت بتتكلمني أنا وجهة نظري الآن حاليا في ظل مستوى براهيم دياس حاليا براهيم دياس جيد بكل شيء في الهجوم لكنه ما بيعرف يضغط يعني ما بيعرف هو يمارس الضغط عرف كيف وما بيعرف يدافع بشكل جيد يعني هلأ الآن بيجي لك واحد بيجيب لي لقطة من هون لقطة من هون بعرف لكن أنا بقصد مقارنة برودريغو رودريغو هو أفضل لاعب بكل ريال مدريد كله بالثلث الهجومي يعني أنا بقصد اللاعبين الهجوميين قدام يعني من بيلنجهام رودريغو بدياز أرداغولير مطابي فينيسوس أفضل واحد دفاعا وهجوما من ناحية الضغط أنا حسيت حاليا خلطت الموضوع شوي يعني دفاعا أدوار دفاعية بدافع بشكل ممتاز ومن ناحية الضغط هو الوحيد اللي بيضغط بدون مبالغة عن جد هو الوحيد اللي بيضغط لحد الآن فإذا كان إبراهيم دياس ممكن يتحسن بهي الجوانب آه ممكن إذا ما تحسن لحد الآن رودريغو هو أفضل من يلعب خلف المهاجم من وجهة نظري الشخصية لحد الآن فهذا جواب يا صاحبي زيادة أما محمد علانفة بيقلي سلام عليكم كابتن في أحد الحلقات قلت أنه تشابي ألونسو بيلعب بطريقة حديثة لكن مو جميلة كابتن شو السببب وما الاختلاف عن طريقة بيب الحديثة وما مزايا وعيوب العيوب بين الطريقتين طيب حياتي يا صديقي شوف أنا ما أنا متذكر شو قلت بالحلقة وعلى أي أساس ذكرتها يعني أنا ما بذكر على أي أساس حتى أعرف جاوبك بصراحة لكن ضروري أخذت سؤالك ليش عشان ما يكون فيه شيء مثلا أنا تكلمته ففهم بطريقة مغلوطة مثلا فأنا خليني اعتبر أنه أنا ما حكيت فالآن حجاوب مثلا غوارديولا وشابي ألونسو يعني حرام نخطه نهيك جنب بعض تقريبا ختم كرة القدم يعني مر عليه تجارب كتير فهو يجرب كل شيء شابي ألونسو لا زال بيتعلم شابي ألونسو لا زال بيتعلم بيحاول يكون قدر الإمكان مرن مع الظروف يعني مرن مع المتواجد لديهم اللاعبين وبحسب هل أنا في هاي البطولة اللي بلعبها اللي هي الدوري الألماني مثلا بدأوا الخصوم يقرأوا طريقتي فأوكي أنا لازم غير على فكرة تقريبا كل المدربين بلعبوا بطريقة أو طريقتين بالموسم عفوهم طريقتين أو ثلاثة كل موسم فلهيك ما في شيء اسمه اسلوب غوارديولا ما في أبدا غوارديولا نفسه الموسم الماضي لعب مرتين باسلوبين ميكل ارتيتا لعب مرتين وثلاثة كان لعب أربعة ثلاثة ثلاثة رد لعب أربعة ثلاثة واحد رد لعب تري بوكس ثري لعب أكثر من شكل ليفربول نفسه غير شكله ثلاثة أربع مرات مع كلوب أو حتى معارني اسلوبت حاليا مع أنه ثلاثة مباريات فقط لعبه حاليا فهو ما في شيء اسمه اسلوب فلان هي الفكرة أنه أنا بحب أي مدرب لي بيبقى مرن دائما ويجب أن يكون المدرب مرن دائما حاليا بكورة القدم الآن نحن بالعصر الحديث مقصد لازم يكون المدرب مرن دائما يعني مستوعب الفكرة لأنه أنت كلما عملت شيء حتلعب مباراة اثنين ثلاثة أربعة عشرة حيكون بقية المدربين كاشفوك أنه أوكي أنت أسلوبك كذا أنت بتحب تضرب بأنصاف المساحات أنت بتحب تتلعب بأجنحة مقلوبة للداخل مثلا أوكي حسكر لك هاي الثغرات فأنت هون حتنصدم بخصم حيسقط منك نقاط أوكي فأنت هون لازم تبتكر بسرعة حل بديل فورا وهذا السبب دائما أنه بتتغير الخطط بشكل دائم وبتظهر مراكز جديدة بشكل دائم شابي ألونسو لحد الآن أنا شفت له خلال مراجعتي الكامل إلو وكتنا يأخذ لك سكرين فيديو بصراحة من كلامه هو حتى شابي ألونسو بيشرح لنا هذا الموضوع أنه شو المراحل اللي هو تطور فيه وبعدين كيف يتطور حتى كمدرب هو مر بمراحل كثيرة يعني ببداية من ريال سوسيداد فريق الثاني وصوله للليفركوزن هذا الموسم مر بمراحل كثيرة كان يلعب أربعة ثلاثة ثلاثة هو دائما بيخب يلعب بثلاثة دفاعي هاي فكرة الأربعة كذا ما بيحبها هذا ليش بيحب تبدأ الكثافة من آخر الثلاثة الأول من الملعب ما بيحب تكون الكثافة عنده بالخلف بيحب يكون خلي المعركة بالوسط ولقدام دائما فهو لعب ثلاثة أربعة ثلاثة لعب ثلاثة بوكس ثلاثة في فرق يعني طبعا ثلاثة أربعة ثلاثة لكن بوكس بتكون شكلها لعب ثلاثة خمسة اثنين نعم لعبة حاليا بهي اللحظة هو بيلعب بشكل خمسة اثنين ثلاثة بالضبط خمسة اثنين ثلاثة بالضبط بيكون عندك بالاسيوس وتشاكا هن المحاور الاثنين وخماسي بالخلف ثلاثة مدافعين وفرينبورغ وقريمالدو طيارين فبحيث شو بيصير الشكل عمليا عرض الملعب ثلاثة أستا واحد آآ ثلاثة أستا واحد صدقني هيك الشكل بيكون لعني بيكون عندك بالنهاية بالنهاية الشكل هحاول إذا تذكرت إن شاء الله بحط لك صورة لأنه الحلقات الأسئلة بيكون عندك ثلاثة قلوب دفاع وقدام إغريمالدو وفرينبورغ على الأطراف بالاسيوس وتشاكا أو بالاسيوس ولعب ثاني أحانا ما بيكون وتشاكا بخط الوسط هي رباعي أمامهم بيكون هوفمان وفيرتس هي ست لاعبين لأنه هذول اثنين عشرات هن معنهم مهاجمين عمليا فقط أمام المهاجم واحد دي هو فيكتور بنيفاس فبيكون عندك عمليا ثلاثة ستة واحد هو حاليا هذا أخر شكل صار بيلعبه شابي ألونسو ولسه كمان بيغير كل ما يعني امسكت خططه أو ظهرت ثغرات فيها فبيرجع بيغير بالنسبة لأكوارديون لنفس الشيء هو بيغير دائما بحسب خلينا أحكي لك فعالية الخطة اللي بيلعب فيها بالوقت الرهن فما في جي اسمه كرة قدم جميلة ومجميلة ربما أنا أخطأت بالتعبير ما بعرف يعني بس أنه بقصد ما فيكت شبهة يعني ليه بيلعب بهديق ربما كان قصدي بهديق اللحظة ما كان هو بيلعب هاي تيكي تاكا إذا الناس بتسمي هذا الاسطوب حلو مثلا وربما هيك كمثال يعني أصلا حاليا اليوم ما حال بيلعب تيكي تاكا بالعالم كله أنا بتحفظها هاي العبارة بس هي كلها بنحكيها كتير وبيحكوها كل اليوتيوبر هي ما حال بيلعب تيكي تاكا اليوم أصلا يعني خلاص هو اسطوب راح يعني في اسطوب التموضوعي كذا غارديولا تموضوها كلها ياتون هيك تقريبا فما عاد حدا بيلعب تيكي تاكا الموضوع أعقد من المصطلحات اللي نسمع على يوتيوب صدقني فبهذا جوابي إن شاء الله يكونوا وصل لققدر كان في اختلاف كبير بينات أي مدربين على وجه الأرض حتى ميكل أرتيت اليوم ما بيلعب مثل غارديولا الناس اللي بيقول لك بينسخ هو بينسخ منه أفكار بكل تأكيد ما هو تعلم منه غارديولا النسخ من كل المدربين نسخ من ديزيربي نسخ من مدرب عادي عادي يعني هيه شي عادي لكن كل واحد بيطبق الموضوع بيستوب الخاص على طريقته وحسب فريقه وحسب الظروف يا صديقي فجواب أعقد من هيك ومزايا وعيوب طريقتين وكذا بيحتاج حلقات مفصلة يا صديقي بدون مبالغة حلقات محلقة لأنه فكرة أنك تشرح تكتيكيا صدقا معقد وأنا بدأت ابتعد نوعا مع هذا الموضوع لأنه شوفت عليناك صرحة لهم بتتكلم قرابة 10 دقائق إلى 4 ساعة يا دوبني جاوبتك أصلا أما لسؤالي بعده من أسامة فبيقول لي أخي ناسيم سؤالي هو ليش بيريز بعدما كان يريد يصلح أخطاءه بخصوص أن يعمل ثلاثي الهجوم كله نار ويجعل واحد منهم مثلا أقل قيمة مثل ثلاثي البي بي سي بخير كان كاريم بنزيمة هو الأقل بيناتهم وكان هو كلمة سر النجاح والآن يريد نفس الخطأ ويجعلهم ثلاثي كامل نار تحياتي يا صديقي هو بيعمل رباعي نار الآن بيلنغ هام ورودريغو وفينيسوس وكذلك كليان بابي رباعي وليس ثلاثي شو السبب؟ it's money يا صديقي business it's business لأنه بالنهاية أنت بدون كليان بابي أمورك كانت مربكة لأي مدرب في العالم وغير أنشلوتي ما كان يقدر يصفهم ويحاول يخرج أفضل ما عندهم فهو نجح أنشلوتي جلبت له فوقهم كليان فأصبح عندك أربعة مو يعني أنه ممنح لا ما بقصد هذا الشي لكن أنت جلبت أيضا جوهرة جديدة فصار عندك رباعي الآن حاليا مصيبة بمعنى الكبير فالفكرة أنه كانت صفقة مبابي هيك يعني أنا هيك بدي أعملها بدي أعملها يعني صفقة business بحثة business بالمقام الأول وبالطرف الثاني أكيد هي رياضيا ناجحة بكل تأكيد بس هذا جوابي عن جد لأنه ما عندي شي تاني في بعض الأحيان أنه ما بقدر سايس ودور على جواب فرعي مثلا هذا هو الواقع صفقة business إعلامية صفقة show من الآخر وهذا لا يعني إذا جلب عشر كرات دهبية يعني كلامي غلط هذا الكلام ما له علاقة بجوابي أنا لكن هي الصفقة show إعلامي بالمقام الأول صفقة أموال صفقة علاقات بمعنى الكلمة صفقة علاقات الموضوع له علاقة بالإعلانات ببيع الإعلانات والتشارتات وعقود الرعاية وإله علاقة بعقد حقوق البث اللي تم ربطه بين الدور الإسباني وكندا وأمريكا الشمالية اللي هو مع شركة ESPN بلاس إله علاقة قدوم بابا بالموضوع الموضوع فيه مليارات صديقي من الآخر يعني هو فيه مليار و 400 مليون يورو تقريبا هي هاي الفكرة يعني فموضوع إله علاقة بالليجة كلها بشكل عام هي صفقة علاقات من الآخر يعني المستفيد الأول ريال مغريد من الآخر هي صفقة علاقات قبل ما تكون صفقة رياضية المطلوب من المدرب يزبطهم بس فلا تسألني ليش هذا هو الجواب شكرا أما إذا بدي جاوبك الجواب اليوتيوبر فبدي أحكي لك أنه ريال مدريد لأنه دائما يضم أفضل النجومي في العالم بس هذا الجواب اليوتيوبر اللي بتحب الناس تسمعه أما السؤالي بعده فهو لطيف حفكرة حلقتنا اليوم دسمة دسمة لأبعاد الحدود شو أكتر فكرة كروية بتحس أنها رح تمشي لأدام أكتر على ما شفت فكرة الظاهير الوهمي انتشرت بقوة غريبة آخر فترة ممكن لأدامي شوي يشتول على فكرة هجومية أكبر وأنا ملاحظ أنه فكرة الظاهير الوهمي من أفضل الأفكار لأنها خلقت كثافة بنص الملعب وصرت تحتاج لأشكال فيها هجوم دفاعي سفاح طبيعي ما عادف مدى كون أنا طبيعي أنه يكون في أخطاء بس لاحظ أنه الافتكاك كل ما بعد عن نص ملعبك بتقل خطورة الهجمات المرتدة بنفس الوقت بتقدر تحط الخصم وتحشره بمنطقة وحدة إذا ما كان عارف يستوعب أسلوبك لاحظ هذا الشي بمباريات الستي ليفربول وحتى أرسنل مع الفريق مع الفارق بنوع واستعمال وتوزيع اللاعبين مثل ليفربول بيستعمل 2-2-4-2 صح؟ الستي بيستعمل 3-1 100% صح أرسنل اللي بيستعمل شكل مختلف كان 3-Box 3 مع مهاجم مهمي انتشور أياك حتى ما دريد بميل هيك أشكال بس الفرق بينهم هو نوع الضغط على المنافس وجودة اللاعبين في الطبيق والله كلامك يا صليقي صحيح 100% ثاليا كان أكتر شي دارج أو عم ينتشر بشكل أكبر والظهير الوهمي هذا الكلام صحيح صار أكتر شي يكون الظهير يفضل أنه يكون بيعرف يضم يلعب كمحور أو يتقدم يلعب كثمانة ببعض الأحيان مثل زينشينكو بصير لعب رقم 8 يعني مكان أوديغارد أحيانا بس على الجنب الثاني مثال يعني بضرب أمثلة عشوائية أحبائي أو عندك أنه يكون عندك رباعي كلهم قلوب دفاع كلهم رباعي كلهم قلوب دفاع لكن واحد منهم اللي بيعرف يلعب كلاعب محور يعني مو شرط يكون ظهير وممكن يكون قلوب دفاع الفكرة بكل بساطة شو الميل الآن الميل اليوم اللي نحنا بنعيجه هو خلق الكثافة في وسط الميدان قدر الأمكان خلق الكثافة في وسط الميدان بشكل يربط ما بين الثالث الأول والثالث يعني إذا بتصفون فيها هي هي الخلاصة اللي بدور عليها المدربين هاي هي الزبدة هون زبدة كرة القدم اللي دايرة حاليا أنه نحاول كيف أنا بدي أخلق شغلة تربط يعني أنا أتخيل حاليا أنا وقف الآن بعرض الملعب يعني والشي اللي عند البنش اللي عند المدرب بدي شغلة هون حط شغلة أنا تربط بين الدفاع وبين الهجوم مباشرة تانية تكون شغالة مع الاثنين رابطة فهي البوكس مربع ثري بوكس ثري كمثال يعني هيتكلمنا عننا قبل ما تدرج إذا بتتذكروا يعني الآن طشت بكل الفرق تقريبا في عندك شكل تاني اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة كمان نفس الشي هو بيخلق سلسلة ترابط بسموه سلسلة ترابطية المدربين يعني قصص ومصطلحات معقدة كتير بس كلها صح وبتشوفها على البنش الغالي بالملعب يعني تقريبا هذا هو الادارج طيب شو بتشوف أكتر شي ممكن يدرج لقدام هذا الشي الآن نحنا بنعيشه وتقريبا بعد سنة أو سنتين رح تصير الناس تحكي وين كذا حتى الآن الآن في ناس بحكي لادا الشي انه وين رأس الحربي وين رأس الحربي وين رأس الحربي ليش معنا في لعب رأس حربي مثل ما كانت الناس تسأل وين اللاعب رقم عشرة ببساطة اليوم انت تجلب رأس حربي مثل مثلا جابريال باتستوتا اللي هو معشوقي أنا آآ ده خير رب يعني بحبه كتير عمار باتستوتا آآ جابريال باتستوتا دياغو ميليتو بعد تذر أنا بذكر أرجنتيني لأن انا بشجعوا لأرجنتين شباب فهدول اللاعبين لا يخدموا فكرة تكتيكية بشكلهم يعني بهذا الشكل ما بيخدم فكرة تكتيكية ايرلينغ هولند قبل ما يأتي إلى منشستر سيتي ما بيشتغل هات كفكرة تكتيكية لأن ايرلينغ هولند هو بغير لعب ولاعب صار عم يتعلم يرجع أكتر للخلف كيف يكون لعب محطة فبدأك انت المهاجم اللي بيتحرك بشكل عام ودي فلهيك بحكي له أنا دائما فيكتور جوكريز بزيط ليا هيك الدام نحن مهاجم صمتيك واقف بيسجل أهداف على فكرة صار مسجل ست سبع أهداف يخرب بيته يا زلمي وأتمنى أشوف أنا كمشجر بحكي لك أتمنى أنه كان يجي أكتر من سجل بالدوريات السبعة الكبرى حالينا هو ميقل هو فيكتور جوكريز كل مرة بحكي عنه مع سبورتينج ليش بونا دوره عنه حبايب كتير لعب رائع بس هو ما بده يا بيقول لك أنا هون منقوص لاعب أنا فريقي منقوص لاعب انت بتخيلوا شون بفكروا مدربين بيقول لك بدي لعب متحرك يربط بشكل كبير فاللي بتوقع أنه يدرج أكتر لقدام هي فكرة والمشكلة تقريبا انتهت المرحلة يعني أنا عم بتكلم لك عن مرحلة هي انتهت تقريبا هي بلجت قبل حوالي أربع خمس سنين تقريبا خمس سنين صار له والآن نحن بيختامها الناس لحد الآن ما انتبهت مية بالمية انه ما حد فيه مهاجم يا جماعة يعني في ناس تحكي لك والله ريال مدريد كان بدور رأس حربة كلمة رأس حربة انت بتعرف شو ما بتحكي ما لا ما بدور رأس حربة لا من أين متى ريال مدريد آخر مرة كان عندور رأس حربة حتقلي خسلو خسلو كان بديل ينزل بعض الأحيان بلحظات معينة لكن كسكواد فريق ريال مدريد بدور رأس حربة وهي ريال مدريدها لهو اسلوبه مختلف عن الجميع كمان ما عنده رأس حربة ما عنده وهي أرسنال هاي مانشستر سيتي جلب هاي ليفربول ما كان عنده رأس حربة حتقلي فيرمينو وفيرمينو ما كان رأس حربة أبدا نونيز نونيز لأنه كتير رأس حربة فهو ما عم ينجح لحد الآن ولازم يتعلم كيف يربط بين الخطوط ويربط مع الاتمانات ومع الأجنحة تكون لعب حركة جدا نعب كتير حر يعني اتعلم من رودريغو لعب ريال مدريد أكثر شيء اللي عم يصير حاليا اللي شافه رايح لقدام حاليا بهي الأوقات نوعا ما شغلتين شوف شو هني ما عند فيه الرجيستة حيقل بشكل كبير يعني لاعب أن يكون لعب ارتكاز طيب أنسوا كلمة رجيستة يعني لاعب ارتكاز وحيد خلص أنا شاف هي رايحة ما عند ما تصبط طيب لو كان رجيستة أوي مثل تونيكروس ايه لو كان رجيستة أوي مثل تونيكروس يعني حتى اللي مثل تونيكروس بده واحد جنبو ليش عشان تبقى الكثافة وتبقى الجودة بنفس الوقت والدليل شوفها انتبهوا على الموضوع انتبهى أسطنفيلة بيلعب اثنين أو نانا واحد تاني يونيتد بغض النظر عن الجودة وانه على الانتاجية حاليا كوبي ماينو لاعب تاني وحاليا جايبين أوغارتي بدل كازيميرو شوف توماس بارتي وديكلار رايس جورجينو وديكلار رايس ميكل ميرينو وديكلار رايس وهي الثابت دكلار رايس ما شاء الله حاطول يعني الى اخرى مانشستر سيدي دائما في رودري واحد تاني دائما بجنبو دائما اذا ما كان في واحد بجنبو عم يرجع من وراء فتكون واحد عم يقرب من الخلف لقدام دائما فانا رايح لا فكرة عم تقولي شو تغييري بتتوقعه هنا شغلتين الاولى انه ما عند في محور يوقف لوحده الله اعلم لكن لكنا احنا عم يعيشها حاليا الفكرة الثانية انه ما عند في أبدا الرأس حارب مو بس ما عند في قل بشكل كبير هو ما عند صير انت شغال فانت حتكون مهاجم سفاح بس ما حدا بده ياك مثل مين مثل مين مثل سيريو جراسي مثلا كمثال يعني اذا اتكلمنا عنه ما حدا اشترى بعدين انا فهمت انه لا ما حدا بده رأس حارب يا صديق بدك مهاجم يكون متحرك بشكل كبير اما السؤال من عمران فبيلي سلام عليكم كيف حالك ابو عمر حياك الله يا صديقي سؤالي هو ما سبب هذه الاموال الضخمة التي يباع بها اللاعبون ارقام خيالية وما الفرق بين الصرف حاليا وقديما مثال 2006 الى 2011 وشكرا تحياتي يا صديق عمران شوف يا صديقي السبب كانت تكون اتخلم ليست صناعة مجال ترفيهي وبس يعني ترفيهي بالصيغة القديمة هذه الموضوع صار يتطور اكتر واكتر كيف يعني صار يتطور اكتر واكتر يعني صار عنا مثلا في شي اسمه انه حقوق بث صار تنتشر اكتر انه والله لازم تنباع المباريات للخارج بشكل اكتر طب ليش لأن الاندية صار بده مداخيل اكتر هي طبيعي انها تبيح حقوق البث خاص فيها فلما بده حقوق البث صار في اموال فلما صار في اموال اكتر للاندية صار فيهم يشتروا فلما صار بدهم يشتروا فاردفعت اسعار اللاعبين لما بدأت تقدر الاندية القوية نوعا ما المسيطرة انا بقصد المسيطرة جدا يعني اطراف فهون اوكي طيب بقية الفرق جمهوره بده نتائج بده كذا بده كذا فالجمهوره بيتطلب اكتر وإلا ما بشجعك فالفرق عارفاني هذا الشي فبتبدأ تزيد اكتر واكتر وتدفع اكتر واكتر لما بتدفع اكتر واكتر فبترتفع الاسعار كل ما بتصير موجود التنافس اكتر يعني بتكتر التنافس وبيكتر التطلب اكتر على اللاعب فبترتفع قيمته بشكل طبيعي فالفكرة هي ببساطة انه نخنا ما عم نشبع كجمهور كل جمهور كل فريق بده هو فريقه يكون بطل دور ابطال اربطة وبطل الدور المحلي وبطل السوبر وبطل كذا وهذا الشيء لا يمكن بالاساس فحيبقى التضخم موجود يا صديقي والشركات الاعلانية بدأت الاعلانات واصحاب الاندي بدن حاول يربحوا قدر الامكان وبدن يحاول يبيعه حقوق البث باعلة رقم ممكن ولما بدك بيعه باعلة رقم ممكن وما تقدر توصل لهذا الرقم فطبيعي انك تغلي التذاكر كله عم يغلى مع بعضه صديقي كله عم يغلى مع بعضه ولما انت تعمل كل هاي الشغلات فالطبيعي انه يريد تنفع ايضا سعر اللاعب في ذات الوقت فالموضوع صديقي هو شجرة كل غصن بيتبع التاني ببساطة يعني عشان احاول ابسط لك لنفترض انت بتشجع مثال مجرد مثال نادي برشلونة اليوم فانت كم شجع لبرشلونة او كريان مدريد ما حترضى انه فريقك ما يجلب افضل اللاعبين في العالم ببساطة مثلا ما حترضى انه اوكي نحن بدناخد نفس شوي نحن ما في اموال يعني لازم نجمع على كم سنة اموال حتى نقدر نشتري لأ انت بدك اكتر وبدك اكتر وبدك اكتر عرفت شلون دائما بتطالب بشكل كبير اوكي حتى يجلب هذا النادي فلازم يدخل منافسة فكونوا كل الجماهير بتطالب بكل شيء بنفس الوقت فالاندي كلها مضطرة انه تحاول تخانق على المواهب وتتصارع على شراء اللاعبين انا حاول بسط الفكرة يعني ويجعلها هيك بطريقة بسيطة وواضحة فلما يكتر الطلب يدخل السعر موضوع بسيط وبدهي يا صاحبي بس وضيف على ذلك التضخم العالمي بشكل عام فمئة مليون يورو اليوم مو متل مئة مليون يورو ايام زمان مثلا لما تم شراء زيدان بقرابة ثمان وخمسين مليون يورو اظن او دولار ما بذكر سامحوني هي تعادل ميتين تلاتمية مليون يورو اليوم اعرف كيف يعني فيش اسم التضخم العالمي هذا لا واحد وحسبه ثانية اما زمرنا عن سيد شيخ فبقلي السلام عليكم اخي نسيم هل تعتقد ان تشيلسي عميهبط بالصفقات وهل فعلا يحتاج مدرب حكيم لادارة هذه المجموعة ومن هو المدرب الذي يناسب لبلوز تشيلسي وهل تعتقد ان كل بالمر من افضل التلاعبين في البريمير ليج تحياتي نسيم تحياتي يا صليقي هل اول شي بس في افتراض خاطئ بسؤالك انه من هو المدرب المناسب لبلوز تشيلسي يعني انت فورا افترضت انه ماريسكا غير جيد لا ماريسكا ممتاز جدا انا شايفه انا شايف كرة قدم رائعة منه رائعة يعني ما بعرف هل ظهر شيء بتشيلسي غلط كفريق انا بقصد عارض الملعب ماريسكا جيد جدا بس الان مروح لفكرة هل تشيلسي عم يهبط بالصفقات والله ايه ولا ايه ولا يعني الفكرة انه هن غيروا كل شيء كاصحاب نادي مشوا الادارة كلها الادارة كلها بمعنى الكلمة فانت الان بتشاهد مو تشيلسي انت الان بتشاهد فريق يدعى يعني هيك اسمه تشيلسي الان ظهر يعني هادا مو تشيلسي اللي كان موجود هون في نقطة ما خد عم يستوعبها بالعالم احبه هادا مو تشيلسي نفسه يجوز انت حاليا صفنت ايه مو تشيلسي اللي ما بتغير رئيس نادي اوكي كل شيء ضل متل ما هو فقط كل شيء ضل متل ما هو اذا فيه اخطاء صلحناها لكن هن اتوا غيروا بفريق كامل وغيروا الطاقم الاداري كامل فهدوا اولاء هؤلاء اناس جدد اسمهم تشيلسي فقط عن جد بحكي لهذه الدرجة هو هاد غير نادي يعني فما تعد تقول والله تشيلسي متقارنه ب قبل اربع سنين لا هادول غير عالم وغير ناس وغير فريق وغير تخطيط نحن ما بنعرف شي عنه لحد الان هو فريق يبنى من الصفر يدعى تشيلسي والله لهذه الدرجة الموضوع على فكرة تجديده يعني ما صفي حد أبدا أبدا كنت عم مقرأة تقرير مطول بي اس بي اين مبارح مجنون عن تشيلسي مجنون ايجيت بدي عم مقرأ فما تخيل قديش طويل اما عم جمع مخي ام بطلت والله فهن الفكرة انه عم يعملوا صفقات كتيرة نجحوا بشي هن خفضوا كتلة الرواتب هاد أهم شي نجحوا فيه مية بالمية بصملة بالعشر انه نجحوا مية بالمية خفضوا كتلة الرواتب وهاد أهم شي لا تشوف لاعبين كتيرة بس كتلة الرواتب تخفضت بشكل مجنون على فكرة بس عم يهبدوا انه حرفيا بتشعر انه شه مشروعكن ما منعرف مين المدير الرياضي ما منعرف بس عندهم بس عندهم مديرين الرياضيين طيب مين المدير الرياضي لشرح من UHC ما فيه فالآن في مشكلة وقعان فيه تشلسي انه الحمل كله وقعان على المدرب هي كارثة لحتى يمشي واحد من المديرين الرياضيين عندهم مديرين الرياضيين وهذا أكبر كارثة لا تشوف فريق بيتاريخ كرة القدم قلهم مديرين الرياضيين كيف يعني؟ يعني مين اللي بدو يحدد شكل كرة القدم كيف حتمشي بهذا الفريق؟ او يحدد كيف الصفقات اللي حنجلبها؟ ما معرك. طيب هل في واحد بيقدر يقول يا جماعة وقفوا؟ اللي عم يحصل غلط؟ لا. الأمور ماشية. في رئيس ندي عم يشتري وفي مدرب عم يسناول بس. طيب مين قالوا الكلمة الأولى والأخيرة؟ ما في. على السبحانية. والله العظيم موضوع لهذه الدرجة يا جماعة. في واحدة من الصفقات على قدوة اتصل توت بويلي بوكيل أعمال. قال له قديش بيسوى هذا اللاعب تقريبا نوعا ما؟ فحكى له يعني سعره قرابة 12 مليون يورو. بيحكي وكيل الأعمال انه بتصل عليه بعد فترة يعني بعد كم يوم بهذا السوق اللي راح هذا السوق اللي راح. فحكى له اوكي نحن بنعرض 14 مليون يورو عليك. انت متخيل. انت متخيل شو سمعت؟ عم يسألوا عن اللاعب هذا اللي هو هذا وكيل أعماله. قال له بيسوى 12 مليون يورو. قال له اوكي انا بتبع لك 14. شفت هيك جنون؟ بغض نظرك كان هذه المعلومة مية بالمية لكن وكيل الأعمال اللي حكاها على فكرة. بلسانه يعني. بس هذا الشيء بيعطيه كثير علامات انه فيه جنون يحصل في ستانفورد بريتش. فبرأيي اللي عم يحصل جنون لحد الان ماريسكا مدرب جيد. انا لما فهمت كيف عمين دار تشيلسي حاليا ما حلم لا ماريسكا ولا اللي بعده. حتى افهم كيف الموضوع من المدير رياضي بقدر اتكلم عن تشيلسي يا صديقي. صدقني. موضوع لهي الدرجة. كول بالمير من افضل ثلاث لعبين من الدور الانجليزي اللي سنحب بسرعة هوا من افضل عشر يا صديقي. لانه انا لم بتعرف tienen ان افضل ثلاث لعبينamo ذcling له والس風消 but what happens. بعد لاعبين نجوم ما ما فيك تقول افضل ثلاثة يا زلمة. يعني فينا اخط لكة رودري. رودري بطابق وعود بقيت اللاعب مثلا. نوعا ما يعني. بس خلينا لسه الموسم شغال يعني بتسألني بعد شهر حكي لك نجم تاني يمكن إذا ضل هيك محمد صلاح حكي لك محمد صلاح رجع هو بالنسبة لي أفضل لعب دور الإنجليزي مثلا بس هو من ضمن التوب يعني سيدي توب خمسة حتى كول بالمر يعني كول بالمر هو تشيلسي حاليا يعني كول بالمر عن جد إذا بيكمل هلأ أكثر من هيك يضل هيك لأ أنا بحكي لك أنه هذا يعني اللاعب ليفل خيال ليفل خيالي بمعنى الكلمة هو تشيلسي بكل ما تحمله الكلمة من معنى أما إذا مروا عن سميث فبيقلي عندما نقول مثلا رونالدا أو ميسيا أو ماردونا أفضل لعب في العالم لماذا نختار فقط المهاجمين رغم أن اللاعبين يكونوا حراس مدافع خط وسط أيضا وكرة القدم لا تعتمد فقط على المهاجمين تحياتي يا صديقي شوف الموضوع بكل بساطة سهل 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 جدا 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 مثل لما تروح أنت ما أحكي لك مثل شو بطول بالك لأنه بكل بساطة أنت الآن كجمهور ربما أنت ما هوس بكرة القدم كتير بس يطلع على الجمهور طلع على جارك اللي ما بيشوف إلا الكلاسيكو بس بس لكلاسيكو يعني بمعنى الكلمة بس لكلاسيكو بس فقط فقط يعني فقط بس بس فهم ما بيعرف شيء بكرة القدم شو حيعلق بذاكرته من اللي يسجل أهداف خلاص بس اختصرت لك الموضوع كله بس بكل بساطة يعني اليوم أنت حكي مع أي طفل عمره 14 13 12 سنة أنا بحكي مع ابني مثلا ما بيحكيني إلا عن مين فينيسيوس كليانا مبابي فينيسيوس هالاند مين غريليتش بيحبه بيحب شكله بيحب غريليتش أبشعرات وكذا من هات الحكية يعني مثلا هالاند هاي إنه كريستيان درنالدو ميسي بكل تأكيد طبعا أكيد يعني أنا بحكي لك شو بيحكيني ابني فما بيحكيني والله شفت اللي الساحر أوديغاردو على هالتكتيك وكذا لا 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 اللي بيعلق بالأذهان هو اللي بسجل أهداف كونه كرة القدم قائمة على من يسجل أكثر عدد من الأهداف طبعا ويستقبل أقل عدد من الأهداف لكن اللي المتاخ הב� دائما بيعلق بالأذهان هو اللي بيسجل أكبر عدد من الأهداف فمين اللي بيسجل أهداف والأهداف نادرة بكرة القدم يعني ما بكل مباراة في عشر اهداف لا هي شيء يحصل بندرة فاللي بيسجل بيعلم كتير بالذاكرة بس بكل بساطة هاي الموضوع فأكيد الجوائز هتروح تلقائيا للي بيسجل الاهداف ولو كان افضل لعب طول الموسم هو الحارس ما حد هيطلع عليها صديقي لهيك عملوه لنجائز لواحد سموها هي القفاز الذهبي ومن هاد الحكي يعني وبهات الكلام بس بكل بساطة فاللهيك بتأينا لا امن لا بالكرة الذهبية ولا ذا بيست وحتى يعني يعني بعرف كيف تنعطها هي بالنهاية كيف القصة مو تنعطها يعني مو ان اعطوها لفلان لا بس هي كيف يتم التصويت لها فلا اؤمن فيها لأن هي مانا جاست افضل لعب في العالم هي جائزة تكريمية عاطفية فقط تحكمها العواطف لا اكتر ولا اقل لا يوجد اي واسطات فيها ولا تحيز فيها ابدا ابدا يعني انا ما بقصد بقصد ان الجهة اللي بتمنح الجائزة ما ما عنده اي تحيز اللي انما اللي بيصوتوا ان كلهم متحيزين عاطفيا بس كلهم يعني انا وياك وكذا انا لما بكون في تصويت لذا بيست بدخلوا بصوت انا بايدي بصوت عندي تحيزات انا بحكيها عالنا يعني شو احكي المرة بدي صوت للاعب فريقي مثلا عادي كلا يعتنا هيك يا صديقي فبكل بساطة هذا الموضوع متل ما تسأل انت مثلا ليش ما في محللين اكبار والله بالبيني سبورت او بسكاي سبورت باي هي ليش بيجلبوا بلاقي لاعبين سابقين سكاي دائما بتجيب مين مثلا جوزاي مورينيو ارسن فنجر اه تيري هنري دائما حاليا سكاي على طول موجود بسكاي مثلا بيرلو هنري بيرلو على طول مثلا ليش بستوديوهاتنا العربية كل الموجودين هنا لعبين سابقين عمليا كل اللياتهم على فكرة لعبين سابقين طيب شو الفكرة هدول مو محللين بس اتنقى طبعا دكتور طارق الجلاهمة بكل تأكيد دكتوراه بكرة القدم ما شاء الله عنه بروفيسور يعني بس ازا بتشيل هيك هن لاعبين هنا ما لقم محللين طيب في فرق بين اللاعب وبين المحلل في فرق طيب شو الفكرة لانه هن بدون يجلبوا انتباه طبعا الاسطورة الصابقة بتجلب انتباه اما ازا بتجيب لي انت محلل ودارس تكتيك دارس معنى الكلمة يعني دارس عمل دورات لمدة ثلاث سنين يعني معنى الكلمة كلمت محلل ما حاليا هيشاهده من حيطلع عليه لا العالم تطلع على الاسطورة بس شو ما حكى خلاص اوكي بس هي بكل بساطة ضربت لك مثال مختلف نوعا ما بس هي القصة يا صديقي فلهيك بتشوف انه نادرا ما انه لاعب غير لاعب مهاجم ياخد جأس الكورة الذهبية يعني المثال برجع بحكيها وكل عادي كلمة احتي هاي الكلمة بيصير في هجوم عليه بالتعليقات لانه ما حدا فهم شو قصدي وما حدا حيفهم شو قصدي انه لوكا مودريتش لو بقي كريستيانو رونالدو بريال مدريد ما كان بياخد جأس الكورة الذهبية ليس لانه لا يستحق الكورة الذهبية انما لان رونالدو احق اعلاميا بوجهة نظرهم وليس بوجهة نظرية صديقي اعرف كيف لكن لما رونالدو رحل فقال له بيريز انا بفرجيك اعمل حملة علامية لكا مودريتش وفاز بالكورة الذهبية بعرف انه عمل كذا وكذا وكذا وفضع بكذا كذا كذا وبعرف بس حتى لو كان عامل كل هذا وبقي كريستيانو ما بياخده لوكا مودريتش بياخده لاعب مهاجم سيروجه للاعب مهاجم السؤال اللي بعده اخي نسيم ليش ما في مدربين برازيليين بالدوريات الكبرى هل هو اختلاف ثقافي ام طريقة فهم لكورة القدم تحياتي يا صديقي شوف بالبرازيل صديقي الفكرة انه ماشي كتير عشوائيا هاي القصة يعني هو الاتحاد البرازيلي وهرم كورة القدم في البرازيل غير مرتب بشكل صحيح مو مثل اوروبا هل انت اخرج خارج اوروبا ما في هرم كورة قدم صحيح ربما استثناء روسيا نوعا ما جيد نوعا ما شوف بحكي لك نوعا ما جيد لكن عدا هيك لا يعني لا يوجد هرم كورة قدم جيد لما ما بيكون عندك هرم كورة قدم فبتكون الامور كلها سايبة الموضوع بالبرازيل ماشي على السبحانية صديقي فبتلاقي الاندية بتغير مدربينها كل ست شهور كل شهر كل كذا فما في مدرب يثبت مع نادي لحتى يشكل سيفي وكارير وتندبه له الناس ما في قليل جدا بامريكا الجنوبية بشكل عام قليل ما بقول ما في ابدا قليل جدا لسبب العشوائية اللي شغاله هناك يعني فقر مطقع ما في تنظيم نهائيا لهذا الموضوع وجرب اكتوب اين المدرب البرازيلي اظن في احد الاخوي كان شارح بهالزمنات هذا الموضوع حتاخد المعلومة منه بشكل افضل واوضح لكن بكل بساطة يعني الموضوع بحتاج بحث اجتماعي على فكر كيف ماشي الحياة في البرازيل يعني كيف ماشي كرة القدم فيها محسوبيات كتير وواسطات كتير ومافيات كتير لدرجة لا يتخيلها عقل بشر يا صديقي فبالاساس لا يوجد هرم كرة قدم صحيح في البرازيل لذلك لا يمكن ان ترى مدرب برازيلي الا بالصدفة فقط صدفة طفرة حتكون هيك يعني صدفة حتشوف مدرب برازيلي ينجح اما احمد بيبيلي السلام عليكم اهلا استون فيلا ممكن يدخل توب فور هذا الموسم احمد من موريتانيا تحياتي يا صديقي احمد والله يشوف جوابي قصير جدا لك تحياتي لك اهلنا في موريتانيا استون فيلا بوجهة نظري المتواضعة المتواضعة وهي وجهة نظر شخصية اليوم الان وانا بصور بوجهة نظري هو الفريق الوحيد في البريمير ليغ المكتمل الصفوف طبعا بيجينا مانشستر سيدي اوكي المكتمل الصفوف من الحارس لدرجة انه عندهم مهاجمين وليوات كنز وبديلين كمان ازا بدك له اكتر من رأيين وسط خرافي بيكفي اني احكي لك انا حضل احكي عن هاي الصفقة لانه مجنوني اماد اونانا انا لحد الان مو مستوعب ان انتقل لا استون فيلا انا كنتم توقع لارسنال بصراحة يعني انه مستحيل او حيدخل الستيب ياخده مباشرة او حيدحرك ثورتينة بيريز لريال مدريد ياخده او انه يقدر برشلونة ياخده لا استون فيلا لا استون فيلا معناتها فهي تفوته بتخوث انا اخدت السؤال وحكيت لك هذا الكلام ما جوابتك اتوقع استون فيلا توب فور بهذا الموسم واتمناله ياه لانه فريق مستقر بكل ما تحمله الكلمة من معنى بيبقى فقط حنشوف قوة شخصيتهم يعني لا والله شخصيتهم قوية يعني هذاك الموسم ما تأثر نهائيا لك قدام ارسنال اخدوهم ذهاب ايا بيها زلمي اكتر من هيك بدك فانا اتوقع لارسن فيلا توب فور بهذا الموسم اما مروان فبيقلي ما سر رفض برشلونة وريال مدريد للتوزيع العادل لحقوق البث التلفزيوني رغم انه سيعود عليهم بالفائد مستقبلا تحياتي لك يا رجل في زمن قل فيه الرجال تحياتي يا صديقي شكرا للمتحك شكرا لكلامك هذا من زوءك يا صاحبك سر رفض برشلون وريال مدريد بكل بساطة هني بيخافوا يبتعدوا عن الركب لانه انا طبعا الناس اللي ما بتعرف شو معلنا هاد السؤال وليش يراجعوا حلقة الاستاذة الاسبوعية الاسبوع الماضي عشان ما هاشرح انا شو الفكرة لانه لو عملوا هي الحركة فاوكي غالبا الارباح مضمونة بعد خمس او ست سنوات لكن احنا هنتراجع ضالخلف هل انت كجمول حترضى ربما ما ترضى وهنا نفسهم يمكن اقول لك اخي وبلك تراجعنا وما زبطت الامور وتفركشت ضل و انا لا خليني انا اخذ الكوشة كله واموري تمام بلاقي بواب تاني بيشتغل عليها حاليا هني شغالين على الترويج اكتر ان حاولوا يشتغلوا خطط تشعوبية نوعا ما انه يحاولوا يعملوا امركي لكرة القدم اكتر مثل مصير مثلا بانجلترا في امركي اكتر اشغال لكرة القدم الموضوع مطول بده شيء عشرة سنين لا يمشي يعني تقريبا ومن انه يحاولوا يعملوا بعض المباريات بامريكا تذكروا هاد الكلام بعد خمس سنين صدقوني صورت حلقة عن هاد الموضوع بس ما عجبني تصويره للمرة التانية بصوره صور الحلقة والحلقة استغرقت ساعة ساعة تصوير كام بتخيل صورت مرتين وما عم بتعجبني طريقة الالقاء لانه هو تقريبا يعتبر تقرير استقصائي فصعب تحويل اني انا كيف بدي يصيغه كفيديو نعرف كيف اه بيشتغلوا على هاد الموضوع يا صديقي انه يحاول ينقل بعض المباريات الى امريكا تلعب هناك عشان يحاولوا يستهد في السوق الامريكي بحقوق البث اذا نجحت هاي الخطة لكن بنفس التوازي ل لازم يحاولوا يرخوا شوي للمستثمرين اللي موجودين كأندية صغيرة لانه ازرخوا وكبروا عشان انت لما بدك تصدر دوريك لامريكا كون عندك قصة تحكيها كون القدم قائمة على صناعة القصة مدير حقوق البث للدورة الامريكي بامريكا بيحكي جملة كتير كتير حلوة بيقول اسمعني هذه المجتمعات تحبوا الابطال الخارقين والأندية الخارقة هم يحبون القصص يجب ان نروي لهم قصة تعرفوا واشو قصده قصده انه شوف البرمير ليك شون بيعرفوا يحكوا قصة انتبهت انه دائما بنحكي نحنا يا اخي قبل مباراة مثلا بتلاقي ايفرتون ونيوكاسل يونيتد معلم شوف التقديم اللي بيعنودها للمباراة تشوف حساب البرمير ليك الرسمي شوف الناس شوف الضوجة شو بكون يا جماعة هي مباراة بالنهاية يعني هي وبفهمنا بتشعر انه فيه فيه نهايك اسعانة مشغال فكرتنا كيف تصدر القصة كل تفصيلة بيشتغل عليها وقت بعصب ميكل ارتيتا كيف ضرب بالانينة كيف سوى كل لقطة بيعملوا لك قصة عنها تخيل انه قبل عشرين سنة لعب ديربي بين ارسنال وتوتنهام وسجل تيري هنري الهدف التاريخي لحد الان لحد الان تخيل تروى قصة احتفالية تيري هنري لما بيركدوا بيعمل هيك وبطلع وهذا التمثال لامام ملعب الامارات قصة لحد الان عشرين سنة بيحلبوا فيها وكيف انه عم يحتفل امام جمهور توتنهام بكل هاي البجاح احتفالية فقط من عشرين سنة لحد الان رواية القصة فالان الاسمان بنرجع الموضوع عشان ماتتهوا معي حبايب يحاولوا يشتغلوا كيف يروي القصة وكيف يصدروا قصص غير قصص ريال مدريد وبرشلونة واتلتيكو مدريد حاليا بدهم قصص اخرى كمان ينقلوها الموضوع بيزنز متشعب وصعب جدا لكن ربما خلال عشر سنوات يكون الموضوع بدأ يأتي ثماره اما السؤال اللي بعده فشوفهم اطوله يعني رأيك من اسامة اظن الاسم اسامة ما بعرف رأي بيضعاقد ارسنال مع رحيمة سترلينج وشو هي الاضافة اللي ممكن يضيفها للنادي من ناحية الامداد الهجومي والحسم بكثير من اللقاطات اللي بيفتقر له الفريق من اكتر من موسمين فمثلا لو كان لاعب في لاعب حاسم ما نقول مهاجم بالفريق كان على الاقل تفادت التعادل مع برايتون الجودة الماضي فمثلا فرص كثير ضاعت من هفرتس وساكا وبأوقات حرجية شو رأيك بالشغل الاداري والرياضي بالنادي وبالتحديد بهالموسم بالمركات ومن ناحية البيوع والشراء واستقطاب النادي لل اللاعبين وهل بتشوف بتشوف يعني فريقك حاليا بعد هالمركات واصبح جاهز وينافس على البريمير ليغ ويكون خصم جيل في الابطال يعني من الاخر هل انت راضي على عمق فريقك ولا خاب املك بالمركات وفي بعض النواحي يعني من الاخر بديك تفتفض عن ناديك وتحكي كل هالشي اللي ببالك عن هالنادي اللي صير يفوت الانظار اخر المواسم وبلش شعود للواجهة لانه على ما اعتقد صعب انك تعمل هيك حلقة تفصيلية عن ارسنال لانه ما اتوقع رح يلفت الناس كتار يعني ما رح يلفت ناس كتير فادمجها مع حلقة الاسئلة بيتوقع هيك بيكون افضل استمر ابو عمر الورد تحياتي يا صديقي والله بيفاجئك انه انا كنت موي اعمل هيك حلقة على فكرة بس ما عمي يجي وقت فراغ حتى عاملها بس تحياتي اليك طيب هلا واحدة واحدة رحيم استرلينج رأيك بالتعاقد معه وفقا للي حصل وفقا لما اعلم يعني انه كيف مشي التعاقد معه فانه راضي لانه الفكرة انه هاي معلومات ما بعرف اذا حتسمعها او حتعرفوها يعني او حتوصل انه في ناس تنق لكن هاي معلومات من صح فيه النادي يعني من جوا النادي اه المعلومات اه كان عساس فكتور اسمين يجي ما مش الحال طبعا مرة قبل سنتين اجتمع معه مرة هذا الموسم ما مش الحال يعني ليش لانه طالب بمبالغ خيالية يعني فكتور اسمین وليك انا اساسي اوك يا انت اساسي تمام تكرم عيناك 찾아نا بدي راتب كزا تطور بالك يعني انت فكتور اسمين بالنهاية شو مين مفكر حالي مانا ما أنا معم يجل به مسيي انه كمان بالنهاية فالفريق عمل جهده كان فيه فكرة نيكو ويليامس ني ما قال لا لكنه طالب براتب مو منطقي تمام هاي فكرة تانية هيك فهمت انا من الادار يعني فيه خلافات مالية انا هون بس ما فهمت هل قصده على نيكو ويليامز انا ما اظن او قصده على وكيل اعماله لانه كمان وكيل اعماله طماع بشكل يعني هو جننه للابورتا يا زلمة عرفتشون كمان جننه لبارشلانيكو ويليامز وكيل اعماله انا بتكلم حبايت وتخيل مع مين تكلم كمان ما عرفيني يعني حتى رفيني بس رفيني طالب راتب عالي وطلب انه يكون اساسي حصرا يعني جاي اللعب اساسي اساسي حصرا هاي الكلمة بيجن منا ميكل ارتي تبسا كربوشاك التلفون الله معك ما في اساسي عندي اره يعني تشرت عليه ابن ما تجي انا ما بعرف بجوز انت ما تشتغل معي ما تزبط تجي ويتخلف شي بمستواك مين ما كنت تكون فوفقا لما اعلم انا مقتنع وفقا لما اعلم انتبه لنقطة ها نقطة ثانية فكرة رحيمي سترلينج رحيمي سترلينج هي فرصة قدت باخر السوق يعني باخر لحظات السوق فهون شاوروا لم يكرارتي انت شو رأيك اما لهم خلاص اوكي انه يجلبه انتبه انه صفقة رحيمي سترلينج ببلاش ببلاش وشيلسي حيدفع 60% من راتبه يعني انت عمليا لحط طعميه وتشربه عمليا بس فهو وجوده بعدما واحد انا لهيك راضي بالصفقة خلاص وجوده علم موجود يا سيدي لعب لايب ما لعب ما لا الله هو ببلاش عمل طعميه ونشربه كادارة أرسل فانا رأى يعني ما عندي عطيرات كونه يستفقه مجانا اوكي الان ما منسى انه افضل لحظات لرحيم سترلينج هي كانت مع ميكل ارتيتا لما كان ميكل ارتيتا مساعدة غوارديولا فهو اللي اخرج افضل ما عنده هو كان مدربه يعني تقريبا هو كان مستلمه لحاله فما اخرج افضل ما عنده رحيم الا تحت قيارة ميكل ارتيتا هاي واحدة فانا ما عندي مش لمعه الصفقة الان ما بدي فوت كتير اصد التفاصيل اذا كان في عندك لاعب حاسم كان ممكن تنحسن مباراة برايتون مباراة برايتون شوف صديقي انا من قبل المباراة عرفان ما رح نفوز من الاخر هاي مباراة من الحوزة من الاخر بس بلاشت المباراة شوف مبين لك في احنا بتتفرج عن مباراة اخي مو مكتوبة خلاص سكرت سكرت بين المباراة مسكرة ورخمة ووسخة وقدرة من الاخر لصراحة يعني بس شوف شو رأيي بالعمل بشكل عام اعود واقول يمكن انا بتكلموا هات الكلام الناس بتصغربوا انا بجوز لما اكون فاهم اللي فيها لا بيحكوا اخوانا المصرين انا عرفان اللي فيها فهمان شو عم يصير من تحت لتحت انا راضي لابعد درجة ممكن صدقا ولا وطلعنا مركز تاني بفرق البطاقات هاته الموسف يا سيري وتالت لان انا بعرف انه انه الادارة عملت كل شيء ممكن كل شيء ممكن خلاص عملت كل شيء ولا تنسى انه بعد البيوع اللي عملوها وصلوا لمرحلة الان الفريق جاهز يعمل صفقة سوبر في الشتاء فيه حسابات للادارة يا معلم يعني انا فهمان لي فيها الان ما بيعني انه حيعملوا اكيد صفقة سوبر لا بس انه فيه فيه رصيد انه يعملوا صفقة جيدة جدا على اقل تقدير فربما تكون الصفقة بيناير الله على فانا راضي عن النقل اللي صارت بالفريق الموضوع حذر جدا تم تخفيض كتلة الرواتب بشكل مجنون تم تغير الفريق كله كله بمعنى الكلمة فيه بيوع اكتر ممتازة انت عم تبيعها لاعبين بالستعر اللي انت بدك يا انت بعت نكيتيا اللي هو رأس حربة اوكي هل رأس حربة قبل شوء انا انا محكي لك انه ما عند حدا بده رأس حربة بس في بعض الدوريات هون بدي رأس حربة مثل بالفرنسي مثلا اوكي بس ما في رؤوس حربة بالعالم ما في حد متوفر لانكيتيا فما باعوا الا بالسعر دي بده يا ايدو كاسبار وانا غير بالسعر ما بيعوا ولاخر ايام امريكاتو لحتى نباع بيجننن يعني لحتى نباع بالنهاية اذا بتظهروا كان في مفاوضات مع مارسيليا وكذا وديزير بيبدو يوم من هذا الحكي فمطمط الموضوع كتير فانا راضي جدا على الموضوع بيوعي شراء كذا كل شي عمق الفريق برأيي رائع بس ما كنا موفقين بفكرة بديل لساكا انا برأيي لحد الآن لحد الآن ما انا موفقين بديل لساكا بس بنفسه البقاء اوكي ممكن جيسوس احيانا بيروح على اليمين فهو بيعرف يلعب دالة لما بتحصل مباراة ريح وقدر الامكان ممكن عجبها اليسر انت عندك نفسه جيسوس بيلعب على اليسار وعليمين وكل شي وعندك ما بننسى انه مارتينيلي موجود كأساسي كمان وعندك تروس سارت كمان موجود وفوق الإجار رحيم ستيرلينج ففي تنوعية لا بأس كهية يعني انا راضي عن هذا الفريق بشكل عام هذا الفريق الفكرة انه هذا الفريق هل بيجلب بالطبيعي بيجلب دوري بيجلب دوري بأي دوري يعني بإنجلترا بإسبانيا بألمانيا بإيطال زلت بأي دوري بيجلب دوري هذا عن المرتاح بس الفكرة انه ليش انتم ممكن الناس هم تطرع عالمات استفهام مثلا بسبب وجود غوارديولا يعني هو غوارديولا العامل هاي الأزمة يعني انت قيس الموضوع قيس كلامك بأي سنة كانت بأي سنة كانت سكواد ارتيتها هاذا اللي موجود بيجلب دوري طبيعي عرفت لاش عم تكلم ببطء أنا أرسنل هادي بيجلب دوري بأي سنة دائما بس المشكلة موجودة غوارديولا هي هون المشكلة هو الليفل عم يعله كتير ربما أنت كلامك عم تقول لي انتوا فاطفة كذا لا أنا بالعكس أنا جدا مبسوط بالفريق أنا جدا جدا لو ما انتصر بالدوري أنا فخور باللي عم يشتغلوا وعرفت كيف؟ ربما لأني قريبا كواليسهم كتير بصراحة وكذا يجوز مشان هيك يعني فأنا فخور باللي بيشتغلوا وهذا اللي بقصده أنا والفكر أنه غوارديولا تنعين فهل أنا غصبا عن الإدارة أنا بدي أجبروا أن يعملوا مثل ما عم يعمل غوارديولا بيوصل لها المرحلة لا الموضوع مو لمسا تسحر يعني أنا متفهم للشيء اللي بيحصل بس هيك بيك البساطة عاربت شون يا صديقي أنا راضي كتير كمشجع يعني هيك متجرد أنه أنا فرض أنه أنا أخي ما بعرف شي عن كواليس الفريق لأ كان بده مهاجم وجهة نظري كان بدك فيكتور اسيمان مثلا شي مثلو أو نيكو وليامز مثلا يعني ما بدك تجلب مهاجم يجلبني كواليامز ما بدك تجلب هذا دبر لي أي مهاجم بدي مهاجم رف كيف هيك وجهة نظري شخصية أنا يعني ما في مهاجمين في مهاجمين بالنهاية بتدبر مهاجم من هم نهو في مهاجمين بالعالم بشكل عام بالنهاية يعني بس في طريقة نظرة للمدرب بيحكي لك لأ أنا بالليفل اللي عندي شفته أنت وأنا يعني بحكي لك بلسانة أرتيتا جلبت كل شيء الموسم الماضي بس خصمي خصمي مانشستر سيدي طيب شو بعمل أنا؟ يعني إذا خصمك معني وقف ليش بيحكي لكم بكرة القدم ممكن تعمل كل شيء ما تنجح؟ لأنه أنت ممكن تنتصر بالثمانة وثلاثين مبارات بس منافسك ينتصر بثمانة وثلاثين مبارات بس يفارق الأهداف طيب شو بتعمل أنت؟ ما أنت عملت كل شيء وهذا اللي حصل مع ميك الأرتيتا هو عمل كل شيء كالبساطة بس خصمه ما سقط طيب ما عمي يخسر شو بعمل أنا؟ يعني بكل بساطة أنا خسرت مباراتين عمليين شو بعمل طيب؟ يورجن كلوب نفس الشي يورجن كلوب شاب من وراء غوارديولا يعني هاي الفكرة فلهيك أنا مستوعب الموضوع أنا مو نزعج أكتر من وجود غوارديولا أكتر وأني مو نزعج من فريقي لا فريقي أنا راضي عنه بس اللي عم يعملوا ستي ممنطقية يهون القصة يعني فهل أنا راضي وفقاً للموجود اللي عم يشتغلوه كيف الفريق عليه ديون هائلة جداً جداً كانت كاسرته وغيابته 8 سنين لأنه أتى صاحب النادي ودفع كل الديون وحيتتقصت على سنوات معينة لأنه كان المفروض يعني أرسل ما يرجع لعام 2028 تقريباً لسنة نصبه 4 سنين كنت انتهت للديون وعليم بيرجع الفريق بيشتغل أنت متخيل أي درجة فهو طلع هيك قال لك لأ القصة مطولة تعالوا له أحكي لكون ضخ أموالها قال لك تفاع كل الديون اللي علينا فرقيت كتير يا حكاية فأنا متفهم من الموضوع وكتير مبسوط باللي عم يحصل بصراحة يعني بس هيك وأتمنى ما نكون موفقين يعني وفكرة ثاني أتمنى أنه النادي هاي بجوز تستغرب منه هاي نقطة ما حدا ما حدا ما نتبهه لأ أبداً نوفق بلاعب شخصيته قوية شو يعني؟ أنت اليوم بكون عندك موقف أمام الحكم يعطى ولا يعطى يعني إما بيعطى ولا يعطى يعني فيه وعليه أنت كأرسنا لحتاكله مثلاً طرد أنت حتاكل الطرد بس وجوز غيرك ما يأكل الطرد ليش؟ أنت ما عندك قائد شخصيته قوية شو يعني يا ناسيم؟ يعني مثلاً أنت بتحصل لقطة فبيروح الكابتن عندك بده يناقش الحكم في فرق بين أنه أوديغارد اللي يناقش وأنه سيرجيو راموسي اللي يناقش فيه ناس بتحكي لك سخافة أو كذا يعني إما بتسخفنا الموضوع أو بتحكي لك لا فيه مؤامرة ضد أرسنا لأي لا مؤامرة ولا سخيف الموضوع هو الموضوع موضوع ذهني بس موضوع هو الشخصيتك ومن الشخص اللي عم يتكلم هون بتفرقها فكرة الأنطيب العب يفرق كتير فريق أرسنا القوي جداً ممكن إذا ما نحكي تكتيك بيدعس بهوش أي فريق بالعالم أوكي لكن هو كخشونة ومعنه فريق خشن كخشونة شخصية حتى بأرض ملعب ومعنه فريق خشن يعني بتشوف هارت أنه دي قارد لوعة مائية لوعة مفرح كذا ما بتخس قوله أنه بشعر أنه نهاعن فهمت عليه شو قصدي؟ فبتمنى نتوفق بلاعب هيك يعني اليوم أدخن لاعب عندنا هو ديك للرئيس أنا ليش بزع على رحيل التشاكا؟ لأنه من لما رحل التشاكا ندعس بهوش حرفية من ناحية البطاقات صراحة يعني هو كان يأكل هو البطاقات بعرف بس هو كان يعرف يحكي مع الحكم بس من لما رحل التشاكا نحن تبهدلنا هي آخر نقطة تقريباً وشو كمان؟ عم طلع هيك هل خب أملي بالمركاتو؟ لا كونه أتكى لفيوري ففي في عمق رهيب حتندفع اللعب أكتر مع أرسنل للتلت الثاني من الملعب هو أنت السن الماضي ما كان فيك تلعبني بتلت ملعبي يعني ما كان في فريقي بيقدر يحط أرسنل بمنطقته هي شغلة حلوة الآن أنا أنا زيادة صرت متقدم لقدام لهيك أنا بصراحة جداً فرحان باللي حصل وصفقة ميرين أنه حصلت بغض نظر أنه أصاب لا لا أنا جداً جداً راضي عن اللي حصل بصراحة بيني وبينحالي برجع بحكي لك زعلان أنه مصاري في صفقة رأس حربي تمام؟ بيني وبينحالي لكن أنا متفهم ليش ما حصلت هاي الصفقة كيف هون الفكرة يا صديقي بس و أنت حتلا رأيك بالتعليقات بس أنا راضي إجمالاً عن كل البيوع والشراء بطريقة إدار النادي وبس أما السؤال اللي يعطينا رأيك مثير للجدل بس أنت مقتنع فيه و الكل اللي خالفك هذا الرأي دحيات يا صديقي شوف هلأ الكل اللي خالفنا فيه أنا ما بعرف بس أنا عندي قناعة الأولى حكاها أخونا محمود خوام من كم حلقة بفيديو له أنا كتير بحبها لما أقولي على فكرة أنه عن جد في فارق كبير بين الواقع و تفسيرين له فأني برأي أنه 95% مما يتكلم و يشاهد كرة القدم حتى 95% يعني تقريباً الأغلبية هنموا بيتكلموا بكلام ما له علاقة بالواقع فعلاً يعني ما خصل وبينفهموا للواقع أو عفوا تفسيراً بالواقع في فرق كبير نحن كتير عاطفيين ما في أبداً كله بيقلك محايد بس ما في حياد أبداً يعني وفقاً اللي ما رأيت آراء مثير رجادة التانية كمان أوكي أكره توماس مولار جداً أكتر لعب بكره وهو أكتر لعب underrated أكتر لا من أكتر لعبين underrated شوفوا التناقض أي أنا عندي أراء مجنونة بتشعرية توماس مولار هو أكتر لعب بكره أنا ما بقدر شوف يعني بشوف صورته أنا بنزعج جداً بكراه هذا الشخص بشكل مطبيع ليش سبحان الله ما بعرف في صراحة وهو بعتبره من أكتر لعبين underrated عن جد ما أخذ حقه إعلامياً لأنه لو بنظر له حتى بالملعب كلاعب رهيب رهيب تخيل يعني شوفه التناقض الغريب بس أنا هذا رأيي مثلاً رأيي ثاني ما بعرف إذا لازم اذكر قصة مارادونا مرة ثانية بس شوفي يا جماعة ليكم ها صورة مارادونا وراي يعني مش هتكونوا بالصورة يعني وأنا بشجع الأرجنتين يعني بس بشعر أنه مارادونا تم تأليهه يعني مو بقط أنه هيك يعني فتم يعني كثير عم زودتها يعني بس عن جد برأيي كثير من الناس تضعوا بأماكن وبنقاشات بيتكلموا عنه بكلام هو غير موجود فيه مثل أنه هو جلب كأس العالم لا مارادونا ما جلب كأس العالم مارادونا كان معه فريق قوي جداً 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 وغش هو غش نعم هو غش فهذا رأيي ما أحد يقتنع فيه ولا يمكن ولا بعد مليون سنة يا صديقي وكثير ناس بتوصف بمارادونا أمور هن ما شافوها لأنه بأيامه ما كان فيه نقل تلفزيوني حتى للدور الإيطالي تخيل طبعاً برجع بذكر أنه بعرف نو مارادونا من الأفضل العامين بالتاريخ بكل تأكيد لا نقاش يعني طبعاً لكن تم تقليهه بشكل مبالغ فيه أنا هي رأيي يعني هي من ناحية مارادونا مثلاً تعتبر كتير كتير يعني راجعت شفت كأس العالم كله شفت كجا جداً كجاً بحثت عن مباراة دور الإيطالي ما فيه علم ما فيه ما كان فيه حقوق بث يعني ما كان فيه مباراة منقولة فعاله أساس بتقلي مارادونا كان كذا وكذا 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 ليش مين شاف مارادونا معالي؟ ومارادونا شوف ما صروا زمان يعني يعني أنا لحقت مارادونا متخيل ما كان فيه حقوق بث فانت كيش تشوفت مارادونا؟ فهي هل كم لقطة ما فيه غيره اللي موجودين لهن اللقطات الاستعراضية بس؟ وشوف مارادونا؟ حبيبي أنا شبت نسي من أول مباراة لآخر مباراة فلا تعد تهبد علي؟ يرحم قالك عرفت شو قصدي؟ يعني كافي مقارنة غير منطقية بالأساس شو كمان حاليا كونه موضوع الكرة الدهبية؟ الكرة الدهبية هي جائزة تمنح لأكثر لاعب يصلح كصورة ترويجية وأكثر لاعب تم الترويج له بطريقة خطفة العقول وليست جائزة أفضل لاعب في العالم طيب أنا ليش عامل هيك لحد الآن ما بعرف هيك على هاي الصح أو الرقم واحد ما بعرف كم شغلة ترتعادل ما بعرف شغلة إضافية تانية صاحب المركز الثاني عندي لا يقل عن الأول أبدا وبالبطولات النوكاوت أصحاب المربع الدهبي هنا الأبطال بالنسبة إلي عن جد لهالدرجة هنا لا يقل البطل عن اللي اللعبه ثالث ورابع بالنسبة إلي بأغلب البطولات الكبرة كتير يعني بيحتم تكأس عالم دوري أبطال أوروبا نوعا ما بيعتبر كتير أنه لو بيوصل للمربع الدهبي بيعتبر أنه أنا أبطال بالنسبة إلي وفكرة أنه الأول تاني أنه الثاني بالنسبة إلي هو نفس البطل تقريبا بنظري لأنه دائما نحنا بسياساتنا من الحب يعني بسياساتنا الفكرية من الحب التصنيف مين البطل أوكي ومنسينا الباقي بس الثاني الثاني اللي هو شوف أنا ليش بعشق قصيرة كلوب معني أرسنالي وشوف نحن عم يصير فينا حاليا نفس كلوب نفس الشي وقيس على أي بطولة تانية طيب ما هو ظل ماشي معه ككلوب بخمسة مواسم يا زنمي طيب لآخر جولة خزر فارق هدف يا زنمي أنت بتخيل أنه فيه فيه جي اسمه بس من البطل طيب وهذا هذا السعدان اللي صار له عم يناطح سنة كاملة يا زنمي يعني معقول لو تسجل هدف فأوكي هاد حيتم نسفه وهاد هيصير هو البطل بس بهالبساطة برأيي فيه فيه شيء من فيه شيء غلط ببرمجتنا نحن كنظرتنا لكرة قدم بصراحة لا أنا بالنسبة لي لا يقل أبدا عنه نهائيا التاني ما يقل أبدا على الأول لما بيكون هذا الفارق طبعا بهذا الليفل مو لما يكون فارق ولا عشر نقاط لأ مو أكيد مو هي قصدي أسلم يكون الفارق بهي الطريقة وكل الكوكب لما بتناقشه يدعي أنه يوافقك وعملين هو لا أحد يوافقك لأنه ما حد يتذكر إلا البطل فقط طيب وحعطيك آخر الشغلي هلأ خطرة عبالي لأنه على فكرة أنا صفنت كتير وما كان يطلع معي قصص يعني مع أنه هاي إذا بفرد له سؤال حلقة لحالة بيسترد لك كتير قصص بتجن العالم مني يعني اجلب مثلاً أفضل لعبين وأفضل مدرب وكذا وهتنجح أنا برأيي لا مو شرط تنجح أبداً ممكن تجلب أفضل رئي سكرت قدم في العالم وأفضل لعبين في العالم وأفضل مدرب في العالم بهي اللحظة مثلاً وأفضل لاعبين وما تحقق شيء مو شرط أبدا لأنه الحياة بشكل عام ليست عادلة بالمطلق ما في عدل كامل في الحياة في الحياة الدنيا ما في عدل كامل فهذا ممكن تعمل كل شيء صح وما تنجح هذه فما بالك لما ندخل بكرة القدم اللي هي متعلق فيها آلاف العوامل مئات وآلاف العوامل بكل مباراة قد تغير شيء مما سارها فلا مو شرط أنك فعلا تعمل كل شيء صح وتنجح وكتير الأمثلة الأمثلة لقدامنا إنه ممكن تعمل كل شيء صح تجيك إصابة طير كل شيء ضرب الجزاء طير كل شيء عادي كل شيء خصمك يكون بيوم خارق مهاجمك يعمل ستة انفرادات والستة يجوا بالعارضة كيف ما بتعرف أنت ممكن تعمل كل شيء صح وما تنجح أما السؤال الأخير معنا فهو من محمد بيلي سلام عليكم كابتن ناسيم أتمنى تأخذ سؤالي أنا أتوقع ريال مدريد مع يورجينو كلوب بيكون أفضل لأنه اللعيبة شباب وكلوب بيحبها النوعية من اللعبة أنت شو رايك تحياتي يا صديقي شوف في بداية الحلقة كونه الناس أتوقع أن تكون نامت شوي اللي وسط معي لهون ذكرت نفس الكلام أنه كلوب ولا شابي ألونسو ولا سكالوني كلوب بيحب هاي النوعية من اللعبة نعم بيحب هاي النوعية من اللعبين يا صديقي نعم لكن شوف الموضوع فكرة كلوب أنه يكون مدرب لريال مدريد متوقفة على شيء أنه تكون إدارة ريال مدريد نفسها هي غيرت نظرتها وطريقة إدارتها لكرة القدم أنه آه نحن صار بدنا مدرب ممكن نتساهل معه ممكن يطلب صفقة أحيانا نجلب له إياها ممكن كذا إذا هذا الشيء حصل فنعم يا صديقي سدقين الموضوع بيزبط لكن لازم يكون عندك عمق أكتر بالدفاع لأن الدفاع هيتعب كتير ونعين من المدافعين بصراحة بدك تغيير نوعي كمان بالمدافعين يعني أنتوني رودغير بيشتغل معك ميليتاو ممكن يشتغل معك بس بدك مدافع توب لسه كمان إضافي يعني مثلا بدك مع هدول وليام صليبة من الآخر هيك أنت بدك مدافع هيك بس يعني نوعي من هدول المدافعين تقريبا نوعا ما فآه كلوب ممكن يشتغل مع هذا الموضوع إذا كانت الإدارة غيرت رأيها نهون أحباء الكرام كنت خلصنا كل شيء عننا اليوم كانت حلقة طويلة بعرف كتير لكن شفت أنه فيه أسئلة كتيرة تستحق أنه نتكلم عنها حطونا نراكم بالتعليقات نراكم على خير إن شاء الله تعالى والسلام